بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس استكمالاً لما حدث خلال هذا الأسبوع واستكمالاً لأننا ملوك الصلاة وحنفضل دائماً ملوك الصلاة أنا شايف طبعاً أن بعض من لا يشجع النادي الأهلي وأخذني أنا تحديداً في اتجاه إيه أن يعني أن ماتشاط السلة أو الدوري في السلة نادي الاتحاد ونادي الزمالك واغدينه كتير أكتر من النادي الأهلي ولكن أنا لما بكلم عن الصلاة بكلم على التايرة والسلة والهندبول وكل حاجة وتنس الطاولة هو تنس الطاولة مش بيعتبر برضه من الصلاة ولا ما بيعتبرش من الصلاة تنس الطاولة أعتقد أنه بيعتبر من الصلاة النهاردة ملوك الصلاة بيفوزوا على نادي الزمالك 3-0 في دوري تنس الطاولة استكملاً بقى لهذا الأسبوع الرائع الحقيقة والحلو حبيت النهاردة أنه نبدأ مع حضراتكم بالخبر ده وبعد كده حابدأ بأخبار تانية كتيرة جداً وحاجات كلها حنتكلم فيها ونقول لكم ونعمل هنا ونزق هنا شوية ولكن حبيت أبدأ بهذا الخبر الرائع الحقيقة اللي احنا دايماً بنكون الأهلوية بيستنوا كل الأخبار فيما يخص كل الألعاب في النادي الأهلي محدش مهتم باليد بس مثلاً مثلاً يعني محدش مهتم بالسلة بس محدش مهتم بالطايرة بس محدش مهتم بتنس الطاولة بس لا احنا مهتمين بالرياضة في النادي الأهلي بنحب النادي الأهلي في أي حاجة لو في حاجة في البل ينزل بنلعب النادي الأهلي هنهتم باللعبة دي وحنحبها أنا بكلمكم بلغة الجمهور أنا ما بتكلمش بلغة واحد موزيع لا لا اسمه النادي الآلي للرياضة البدنية كل الألعاب مش لعبة واحدة عندنا أنشطة وألعاب كثيرة جدا فزي ما بقول لأ حضراتكم هي دي هو ده المهم بالنسبة لي أنا منبارح الحقيقة الآن نهاردة بعض ما لا يشجع النادي الآلي علشان طبعت بس عملت حركة أنا مبسوط أنا وجمهور الأهلي كنا مبسوطين مبارح وسعداء أن احنا فزنا بالطايرة ببطولة الأفريقية إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة استقبال رائع لأبطال الكرة الطايرة أبطال الكرة الطايرة حيرجعوا بكرة إن شاء الله ساعة ثلاثة ونص وحنبقى نقلين لحضراتكم رجوع الأبطال على الهواء مباشرة من داخل قناة النادي الأهلي وعلى شاشة القناة حتتفرجوا على أبطال النادي الأهلي وهم راجعين واستقبال حافل يستحقوا لأنهم جابوا البطولة الأفريقية من قلب تونس في نهاء البطولة أمام الترجي وثلاث أشواط مقابل شوء استطاع شوء واحد استطاع الحقيقة أن يفوز النادي الأهلي على أبطال النادي الأهلي أبطال أفريقيا على نادي الترجي بطل أفريقيا السابق فبكرة هنحتفل النزع لنا أننا كنا بنحتفل نبالح بإخواتنا وأصدقائنا وانجمنا في كرة السلة بعد ما لا يشجع الأهلي طبعا احتفلنا بلعب نيتنا في السلة وسهرنا معهم لغاية الساعة 2 ونص الفجرو وقبلنا قبلهم كنا عاملين قبل البيت الكبير كنا عاملين استوديو تحليلي لهذه المباراة وقبل استوديو التحليلي لهذه المباراة كنا عاملين استوديو تحليلي ونقلنا لحضراتكم المباراة حصريا مباراة الأهلي والترجي في الكرة الطائرة رجال على الهواء مباشرة مع حضراتكم من هنا وكل حاجة كانت لطيفة وكل حاجة كانت حلوة لكن زي ما بقول لحضراتكم حيظل النادي الأهلي دائما بالأرقام على فكرة لما تجي تحسب الأرقام ملوك الصلاة يعني ملوك الصلاة يعني كان بطولة في السلة كان بطولة في الطائرة كان بطولة في كرة في الطائرة وفي السلة وفي الهندبول وكان بطولة في التنس طولة كل دي تعتبر اسمها كرة الصلاة أو ألعاب الصلاة فالنهاردة النادي الأهلي كل ده أنا بعمل المقدمة دي لعشان الحقيقة بننبارح للنهاردة ولكن يكفيني حب جمهور النادي الأهلي الحقيقة يكفيني جدا جدا الناس من امبارح النهاردة بتهنق القناة وبتهنق العاملين في القناة على الشكل الرائع اللي ظهرنا به امبارح ودائما الحقيقة بنحاول نكون عند حسن ظنكم لكن من بعد البيت الكبير بالليل لأينا لقيت بعض الأسماء وبعض الناس اللي عملة تتكلم في إن النادي الأهلي مش هما ملوك الصلاة ولكن للأسف حاولي حاولي يعني مش عارفين يعدوا حتى يعني حاول تعد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيسوي خمسة يعني لما بتبقى البطولات بتعرف تعدها البطولات في السلة الدقيه البطولات في الطائرة الدقيه البطولات في الهند بولا الدقيه البطولات في تينس الطاولا الدقيه هتعرف تعد تعد دا زائد دا زائد دا زائد دا تلاقي النادي الأهلي رقم واحد أنا مش هعدهم أنا مش هعدهم ولكن على المتضرر بقى اللجوء للعد على المتضرر اللجوء للعد أدوا حضراتكم وبقولوا لي الأخبار فالأهلي بيفوز على الزمالك 3-0 في دوري تنس الطاولة في دوري تنس الطاولة في احتراف يعني يعني النادي الأهلي مثلا بما أننا بنتكلم على الأهلي والزمالك النادي الأهلي ما عندهش محترفين النادي الأهلي ما عندهش محترفين في تنس الطاولة يعني ولكن مثلا النادي الزمالك عنده محترفين في تنس الطولة. ومع ذلك النادي الأهلي استطاع أن يفوز بـ 3-0 3-0 على نادي الزمالك. كابتن أشرب عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطولة أعرب عن سعادته بالنتائج المميزة للعب الأهلي أمام الزمالك الذي يعتبر المنافس المباشر في هذه البطولة بعد أن قام بتدعيم صفوفه بالمحترف البرازيلي بوستاجو الذي يعتبر أحد اللاعبين أصحاب التصنيف المتقدم على الصعيد العالمي. قال الكابتن أشرف عبد الفتاح إلى أن مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق من تعاقدات ومعسكرات إعداد. وأضاف أن رؤية مجلس الإدارة كانت ثاقبة بالاعتماد على مين بقى؟ على أولاد النادي. معروف دايما أن النادي الآلي يمتلك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الكبار في تنس الطاولة. وبالتالي استطاع أن نحن نفوز على نادي الزمالك النهاردة 3-0. وبكرة إن شاء الله هنلعب مع أمبي في الجولة السبعة والأخيرة لهذه البطولة. يبقى الأسبوع دا كله ملوك الصلاة الأهلوية ملوك الصلاة كسبانين في السلة وفي الطائرة ومش لازم كسبانين الزمالك يعني ولكن كسبانين البطولة الأفريقية وكسبانين السلة مبالح الاتحاد ومن أسبوع أو عشر تيام كسبانين الزمالك في سوبر السلة. يوم الخميس إن شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة. يوم الخميس اللي جاي مباراة مهمة نهائي كاس الأفريقية كاس الكأس الأفريقية في الهندبول ما بين الأهلي والزمالك مباراة هتبقى يوم الخميس الساعة سبعة نتمنى إن شاء الله أن يفوز يستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة على نادي الزمالك ويفوز بالكأس الأفريقية وبالتالي حيبقى أسبوع كله حلو وبيني وبينكو كده كده الأسبوع بالنسبة لنا حلو لكن إحنا كأهلوية دايماً بنبقى عايزين نكسب كل حاجة وتفضله سلة ماشي طايرة ماشي يد ماشي اللي حضرتك عايزه موجود عندنا السلة في الدوري أفريقيا أو الطايرة فيها أفريقيا أما اليد أيضاً فيها السوبر الأفريقي اللي بيعمل لنا إيه بقى السوبر الأفريقي ده ها سمعوني أيواه اللي بيؤهلنا إلى كأس العالم في الكرة في كرة اليد وبالتالي أنت روح تكسل عالم في كرة القدم روح تكسل عالم في كرة الهندبو في كرة اليد والناس تقول لك أسلنتوا عندكم برضو آه إحنا عايزين نكسب الدوري والكاس في الهندبول وعايزين نكسب الدوري والكاس في الطايرة لكن في النهاية أنت عندك بطولات كتيرة جداً بسم الله من شاء الله هذا الأسبوع ربنا إن شاء الله يكملها على خير إن شاء الله يوم الخميس القادم ومباراة النهائي الإفريقي ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك اللي موجودين في النيجر بالفعل علشان يلعبوا هذه المباراة زي ما حضراتكم شايفين احتفالات بالسلة والطيرة واليد هذا الأسبوع سعداء جدا جمهور النادي الأهلي سعيد هذا الأسبوع وان شاء الله ربنا يكملها لنا على خير في الأيام القادمة أعايز أتكلم بقى مع حضراتكم في حاجات مهمة جدا وكلام مهمة جدا بكرة ان شاء الله عندنا مباراة هامة جدا أمام البنك الأهلي أعتقد اختبار قوي جدا في مشوار النادي الأهلي لإعتلاء قمة الدوري الأهلي حيعود من جديد بعد مهمة إفريقية ناجحة تأهل النادي الأهلي إلى نهاية دوري الأبطال إن شاء الله لحيكون يوم 30 مايو في مركب محمد الخامس قبل ما أتكلم عن مباراة الدوري الحقيقة عايز أقول لحضراتكم أنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم أعلن تحييزه اليوم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميا تحييزه مش هقول مع حد ولكن هقول ضد النادي الأهلي وده الاتحاد الإفريقي أعلنه بشكل رسمي ليه؟ والبيان مع حضراتكم على الهوى هو لأن الاتحاد الإفريقي أعلن النهاردة الموقف النهائي للمباراة النهائية لدوري الأبطال إنها هتلعب على ملعب محمد الخامس للسنة الثالثة على التوالي سنة الأولى لألفين وعشرين الأهلي والزمالك لو الأهلي أو الزمالك كان في المباراة النهائية في هذه المباراة ولعب ضد أي فريق تاني كانت المباراة هتلعب على ملعب محمد الخامس السنة اللي بدت تتلعبت على ملعب محمد الخامس عشان الأهلي وكايزر تشيفز لو تتذكروا هذه المباراة النهائية السنة دي أيضا الاتحاد الأفريقي بيتحيز ضد النادي الأهلي وستلت سنين الأخيرة كان النادي الأهلي طرف في المباراة النهائية فرسميا بدل ما أقول مثلا رسميا الاتحاد الأفريقي بيعلن أنه هو موعد المباراة كذا وأنه هو حيفكر في ما قاله النادي الأهلي وفي بيانات النادي الأهلي لا رسميا النادي الاتحاد الافريقي بيعلن تحييزه ضد النادي الاهلي هقول لحضراتكم حاجة غريبة جدا ومثيرة للجدل في نفس الوقت الحاجة دي بتدل على ان الكاف ومجلس ادارته ماشيين بمبدأ النهاردة بالمناسبة الف كل سنة وانت طيب يا زعيم عادل امام نجم الكبير عادل امام عمل كمية كبيرة جدا من الافلام والمصرحات نجم اهلاوي كل مصر عارفة ان عادل امام نجم كبير واهلاوي النهاردة عيد ميلاده كل سنة طيب فحبنا بس نستعين بشاهد ما شافش حاجة هذه المصرحية العظيمة عظيمة بالفعل عنوان المصرحية هو عنوان لحاجات كتيرة جدا ليه بقى انا بقول ان هو لانه لجنة المسابقات بالكاف والانضباط عندهم تحفظات على ملعب محمد الخامس يعني ايه يعني لجنة الانضباط والمسابقات اقرتها عقوبات وغرامات على جماهير الوداد والشباب بالوزداد الجزائري في دور التمانية في دور قبل النهائي من البطولة في ملعب محمد الخامس وكمان اقرت عقوبات على ايه على جماهير الرجاء على هامش مباراة الاهلي والرجاء في دور التمانية على ملعب محمد الخامس اللي يتذكر انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي لجنة المسابقات دي قالت ان ملعب محمد الخامس غير مؤهل لتأمين اللاعبين بعدما نفس الملعب شهد احداث شغب في مباراتين مهمتين جدا في دور التمانية واحدة مع الرجاء امام النادي الاهلي والاخرى الوداد مع شباب بالوزداد مين اللي بيقول الكلام ده؟ هل اسلام اللي بيقول الكلام ده؟ هل جمهور الاهلي اللي بيقول الكلام ده؟ لا لجان الكاف نفسها هي اللي بتقول هذا الكلام البيان اللي حضراتكو شفتوه ده او البيان اللي اصدره الكاف في ذلك الوقت اتهم جمهور الوداد بسوء السلوك بسبب اقتحامهم لملعب محمد الخامس والقاء الزجاجات داخل ارضية الملعب وتم فرض غرامات مالية على الرجاء والوداد قدروها 8000 دولار هو انا اللي بيقول الكلام ده؟ مش انا اللي بيقول الكلام ده الصورة اللي بتتكلم والصورة اللي بتقول الصورة دي جايلنا من الاعلام المغربي وده من المطش بتاعنا يا جماعة هو انا ده مستني يتكرر معايا تاني؟ انا مستغرب جدا الحقيقة من كل اللي بيحصل ومحدش لو سمحتم يدخلي المغرب او الوداد المغربي في هذا الامر ولا ليه علاقة بالمغرب ولا ليه علاقة بالوداد المغربي احنا متأكدين واول حاجة في قرارات مجلس ادارة النادي الاهلي اتقالت اتقالت ايه؟ الحفاظ على العلاقة الكبيرة جدا ما بيننا وما بين الوداد والمغرب وقالك ان الناس برا الموضوع احنا بنتكلم عن الاتحاد الافريقي فحاجة غريبة جدا تخيل حضرتك ان انت بتعمل البيان وبتعمل عكسه يعني لجنة من لجان تخيل كده حضرتك ان زي ما كان بيحاول البعض مبارح مبارح بالمناسبة بس عشان ما خدتش حقه الموضوعنا ما خدش حقه مبارح كان فيه البعض بيحاول ان هو يشق النادي الاهلي ويحاول يقول مثلا ان اسلام اللي هو عضو مجلس ادارة النادي الاهلي بيتكلم على ايهاب اللي هو عضو مجلس ادارة النادي الاهلي وبيقول اسلام كان موافق على كذا وإيهاب ما كانش موافق على كذا واسلام كان موافق على الانسحاب وإيهاب ما كانش موافق على الانسحاب مثلا يعني ولكن فجئنا مثلا او انا عرفت مبارح بالليل ان القرار الصادر او القرارات الصادرة عن مجلس ادارة النادي الاهلي إمبارح كلها كانت بالإجماعة أو أول إمبارح كلها كانت بالإجماعة قد تكون هناك نقاشات ولكن القرار في النهاية بالإجماعة وكله بيمضي على كده وكله بيكتب كده فهناك البعض بيحاول إن هو يشق مجلس إدارة النادل آلي ده مش هيحصل عمره ما حصل قبل كده عمره ما حصل من 1907 لغاية دلوقتي عمرك سمعت عن إن أحد أعضاء مجلس إدارة النادل آلي بيطلع يتكلم أو يقول أي حاجة على حاجة تخص النادل آلي استحالة طبعا ولكن إحنا عارفين التوجهات زي ما قلت إمبارح إحنا عارفين التوجهات دي رايحة جاية منين ورايحة فين جاية منين ورايحة فين وبالتالي إحنا بنجد ده في الاتحاد الأفريقي في لجان الاتحاد الأفريقي لجنة المسابقات والانضباط تقول إن ما ينفعش يتلعب في الملعب ده واللجنة الأخرى بتقرر الملعب تقولك إيه إلعابه في ملعب محمد الخامس حاجة غريبة جدا جدا تعرفين حضراتكم أن هناك بعض المغربة أصدقائنا يعني المغربة بيقولون يعني حاجة غريبة اللي حصل ده حاجة غريبة والله في بعض بيقول كده إن حاجة غريبة ليه للسنة الثالثة على التوالي بيحصل ده والاتحاد الأفريقي بيختار استاد أو ملعب محمد الخامس محدش عارف لكن العقوبات قدراء عشر تلاف دولار يعني تم فرض غرامة قدراء عشر تلاف دولار على النادي لإقحام الملعب لإقتحام الملعب وعدم التزام بالإجراءات الأمنية كمان من ضمن عقوبات لجنة الانضباط أيضا في الكاف تخفيف عدد المتفرجين في ملعب محمد الخامس والله العظيم مننا اللي قيل الكلام ده مش أنا لكن الكلام ده حضراتكم موجود على الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي البيان اللي أنا طلعته في أول الحلقة السبب واضح وباعتراف الكاف مش باعتراف أنا ولا باعتراف جمهور الأهلي اللي عمل مليونيات خلال الفترة الأخيرة على تويتر وعلى سوشال ميديا عشان يقول للناس عشان يقول للناس ستوب فيفا كورابش فمش أنا اللي بقول ولو حد شاف المنظر ده في أي حتة في العالم هيقول إيه اللي حضراتكم شايفينه ولكن استمرارا بقى للمسلسل الهازلي للاتحاد الأفريقي بيؤكد إقامة المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس ده بقى بإيه بقرار من المكتب التنفيذي للكاف اللي متمسك بشكل غريب ومريب رغم كل تلك العقوبات اللي أنا قلتها لحضرتك إن المباراة حتقامة على ملعب محمد الخامس أنا برضو بمناسبة المكتب التنفيذي لما قلت يا جماعة ما فيش حاجة اسمها تصويت وإن المكتب التنفيذي هو اللي بياخد القرار بالملعب البعض أحاول إنه هو يهاجئ أنا على فكرة بستمع ولو عندي حاجة غلط بطلع أقول إن أنا غلطت وإن أنا بعتذر لكن أنا هارف المصادر بتاعتنا في الاتحاد الأفريقي بتبقى قوية جدا جدا وعمرنا ما بنطلع نقول حاجة غير لما بيبقى عندنا تأكيد منها سواء شفناه بعينينا أو شيء آخر أو مستند فكل القرارات اللي بيتم اتخاذها أو اللي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة كانت من المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي أو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي يخليك وإنت قاعد كده تقول يا جماعة هو ليه الفيلم كده ليه الموضوع بيكبر كده دي قرارات الكاف من لجنة الانضباط بعقوبات على مراكب محمد الخامس أو ملعب محمد الخامس إسلام اللي امطلحها لا لا جمهور الأهلي اللي امطلحها لا لجنة الانضباط في الكاف هي اللي امطلعها لجنة الانضباط في الكاف هي اللي امطلع هذه العقوبات وليس جمهور الأهلي ولا قناة الأهلي ولا مجلس إدارة الأهلي ولا أي حد تاني حقيقة حاجة مثيرة للجدل كأن النادي الأهلي بيتحارب عشان هو زعيم القرى الأفريقية لما أجد أقول كده زعيم القرى الأفريقية بعرقه وبمجهوده وسيظل كذلك بالعرق وبالمجهود يظل النادي الأهلي هو زعيم القرى الأفريقية العرق الحقيقي مش العرق اللي بالحركات ولكن العرق الحقيقي عندنا هنا في النادي الأهلي هو ده اللي بيحصل وفي ظل كل الظلم اللي بيتعرض له النادي الأهلي ده كلنا كجمهور عندنا ثقة في لعبتنا وفي جهازنا فني بالمناسبة كل الكلام اللي أنا عمال أقوله ده ده رأي ليس له أي علاقة بما يحدث من الإدارة عشان تبقوا حضراتكم عارفين الإدارة لما تبقى عندها حاجة هيطلع بيان رسمي وحيبقى عندنا على الهوى زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما ولكن الكلام اللي أنا بقوله ده كمشجع أهلاوي رأي واحد مشجع أهلاوي بيمثل صوت جمهور النادي الأهلي وبالتالي بيطلع يقوله وكإعلامي فبحاول أن أنا أعلق على الأحداث فكل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هل ممكن يصدر بيان من النادي؟ ممكن جدا إيه اللي حصل النهاردة حنشوف إيه اللي حيحصل إيه اللي ممكن يحصل من النادي الأهلي؟ ما حتش عارف لأن زي ما بقول لحضراتك أن في ظل كل هذه الأحداث اللي بتحصل وفي ظل أن النادي الأهلي بيحارف في كل الجبهات الفريق مالوش علاقة الجهاز الفني مالوش علاقة جهاز الإداري لكرة القدم مالوش علاقة الأمور ماشية بشكل جيد الحمد لله التمرين حنتكلم دلوقتي وحنقول وحنوري حضراتكم كل حاجة وبيتسو بوسماني حيختار الناس اللي حتسافر بعد المباراتين القادمتين وحنشوف الدنيا ماشية إزاي؟ الفريق مالوش أي علاقة بما يحدث وأي كلام احنا بنقوله أو بتقوله القرارات اللي بتتخذها الإدارة ملناش أي علاقة الفريق حيروح يلعب لو في ملعب تدريب النادي الوداد لأن احنا متأكدين أن إخواتنا في المغرب حيستضيفونا أفضل استضافة أنا متأكد من هذا الأمر مليون في المية مليون في المية أنا متأكد منه ولكن عندنا اتحاد إفريقي غريب جدا بيحاول أن هو ما تفهمش عايز يغبط مصر في المغرب عمرها ما حتحصل عمرها ما حتحصل أنا آسف الأهلي في الوداد عمرها ما حتحصل جمهور الأهلي هو الأكبر في أفريقيا وفي المنطقة العربية وجمهور الوداد جمهور عظيم وكبير وعارفين إيه إيه اللي بيحصل عارفين إيه اللي بيحصل وفي نفس الوقت تخيل حضرتك لما يكون عندك مسابقة كبيرة أو أكبر مسابقة عندك في الاتحاد الأفريقي وحضرتك بتضرب سمعة هذه المسابقة بهذا الاختيار السازج والهازلي مش عشان ملعب واحد من أفضل الملعب في أفريقيا وكل حاجة وجمهور المغرب وكل حاجة وكل حاجة ولكن أنت فين مصدقيتك وعدلتك كمنظم كمنظم لهذه البطولة هي فين فين الكلام ده هل مطلوب من النادي الأهلي أنه هو يروح وحاجات كتيرة جداً هنتكلم عنها الفترة اللي جاية لأنه عايزين نقعد بقى نتكلم عن الأمور دي كلها ورسالتي هتبقى رسالتي الأخيرة لأعضاء مجلس إدارة الكاف استفيقوا أو المكتب التنفيذي للكاف استفيقوا فوقه فوقه شوفوا فوقه وشوفوا إيه اللي بيحصل ليه كل ده معرفش روحي لعفة أي حتة يا أخي يعني لقيت لغط على حاجة معينة روحي لعفة أي حتة وبمناسبة الحديث برضو على النهاية دوري الأبطال مجلس إدارة النادي الأهلي طلب من الكاف وكمان الاتحادات الأربعة اتحاد التونسي والجنوب الأفريقي والمالي والمزنبيقي عشان يأجلوا استدعاء رباعي الفريق المحترف التونسي علي معلول والجنوب الأفريقي بيرسي تاو والمالي إليو ديانج والمزنبيقي لويس ميكي سوني إلى ما بعد انتهاء مواجهة الودادي يوم 30 مايو لأن زي ما قلت لحضراتكم ده معادل أجندة الدولية يعني المفروض أن اللعبة دي تنضم للمنتخبات بلد في نفس الموعد النهائي وعشان كده تمت مخطبة الاتحادات اللي أنا قلت لحضراتكم على سواء التونسي أو المالي أو المزنبيقي أو الجنوب الأفريقي ولكن أنا عايز أطمن جمهور النادي الأهلي لا داعي للقلق لا داعي للقلق إن شاء الله إن شاء الله حيتم الموافقة والاستجابة لطلب النادي الأهلي بتواجد هؤلاء الأربعة في النهائي وبعد كده طبعا بيتسو موسيماني يختار زي ما هو عايز لأننا لاحظت الحقيقة خلال الساعات الأوليلة اللي فاتت حالة من القلق والغمود والتساؤل من جانب الجماهير وده حيكون بسبب حالة الارتباك وتضرب القرارات والأراء المختلفة داخل الكاف هو اللي عمل لنا كل هذه البلبلة وكل هذه الحالة الغريبة جدا من الغمود اللي احنا عايشين فيه ولكن هنعمل مش عايز حالة لكم تستغربوا يعني هو ده حالنا في الكاف بقالنا فترة بهذا الشكل بقالنا فترة طويلة بهذا الشكل أتمنى إن شاء الله أول بأول هحاول نتطمن مع حضرتك وحنحاول نحنا أو أنا عايز من منكم خلال الفترة اللي جاية في ظل المباريات الدوري اللي احنا بنلعبها بكرة وإن شاء الله يوم السبت وبعد كده المباريات اللي بعد كده عايز دايماً مسندة للفريق إن شاء الله فوزنا بالمرة للمرة التالتة على التوالي بالبطولة الأفريقية يا رب إن شاء الله حيكون أكبر رد على كل هذا الظلم على كل هذا الظلم وعايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً من أول مبارح أنا قلت لحضراتكم ويمكن انفرضنا بهذا الأمر على شاشة الأهلي أن لجنة الأزمات أو لجنة إدارة الأزمة اللي تم تكوينها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي في قراره الأخير اللي هي بتضم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتضم الأستاذ كابتن مصطفى مراد فهمي طبعاً نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ عمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أيضاً الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وأيضاً المستشار القانوني للشركة هي لشركة الأهلي لكرة القدم وطبعاً زي ما حضراتكم عارفين دي هذه اللجنة برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللجنة دي قلت لحضراتكم من يومين نهاية حتكتمع النهاردة ايه اللي حصل ايه اللي حصل بعد قليل من دلوقتي بعد قليل بيان مهم جداً 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 من لجنة إدارة الأزمة اللي تم تكونها بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي الأخير ايه البيان وايه محتوى زي ما قلت لحضراتكم يعني الحمد لله وإحنا بنتكلم دايماً بنبقى عارفين بنقول إيه بنقول رأينا وكل حاجة ولكن خلينا ننتظر الشكل الرسمي أو البيان ده حيطلع لنا بإيه البيان ده حيطلع يقول إيه كابتن محمود الخطيب وبقية أعضاء اللجنة حيطلعوا يقولوا إيه نهاردة احنا عارفين طبعاً أن النهاردة كان من الظهر تقريباً أو من الساعة 2-3 الظهر كابتن خطيب كان متواجد في المقر النادي في الشيخ زايد وعملوا الاجتماع ده وفي النهاية حنقول البيان اللي حيصدر بعد قليل عن لجنة إدارة الأزمة اللي تم تكونها بقرار مجلس إدارة من يومين إن شاء الله نشوف إيه اللي حيحصل خلينا ننتظر بقى إيه اللي حيحصل في هذا الأمر عايز حضراتكم تبضلوا بقى قاعدين معانا الفترة اللي جاي لغاية لم أول ما يصدر البيان هنقولوا لحضراتكم مباشرة عايز برضو خلينا دايماً لما بنجي نتكلم قبل بس ما أطلع فاصل بيتسو موسماني في الريان القطري مش يتقال كده مبارح وأول مبارح ولا لأ في ناس عملت موضوع على هذا الأمر إنه هو راح وقعد والوكيلة بتاعته اللي هي زوجته راحت وقعدت بناء على الكلام اللي قالته زوجته وطلعت قالت إن إحنا عندنا مشروع كبير للفترة اللي جاي أنا عارف المشروع بالمناسبة لكن مش حاوله لأنه حاجة ما تخصناش مش حاوله لكن هل موسماني بالفعل رايح الريان القطري موسماني يرتبط يرتبط بعقد رسمي مع النادي الأهلي ينتهي لسه قدامه شوية البعض قال إن موسماني أنهى اتفاقه مع الريان القطري حتى لو يعني أنا الموضوع ده مش في دماغي ولكن حتى لو ده حصل ليه دلوقتي ليه قبل المباراة النهائية بقى أقل من أسبوعين بيتقال هذا الكلام قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ليه بيتقال هذا الكلام ليه عايز إيه من هذا الكلام خبر ومصدر والكلام الحلو اللي احنا دايما بنحاول بنتكلم فيه حلو جدا لكن يا جماعة مش وقته خالص هذا ليس وقت الكلام عن موسيماني وأنه هو سيسيب النادي لأهلي على افتراض على افتراض عشان ما حدش يقولك إسلام قال على افتراض أنه ده حيحصل وأنا متأكد وعارف المشروع اللي كانت زوجة موسيماني بتتكلم فيه ولكن مش هقوله برضو برضو لأنه حاجة ما تخصنيش ولا تخص النادي لأهلي ف يعني طيب إيه اللي حصل أعلى في الجول المتحدث الإعلامي لنادي الريان القطري حمد العنزي طلع قال إيه قالها يا جماعة كل الكلام اللي الناس بتقوله والاجتهادات وده كلام غير صحيح وأنه ما فيش مفاوضات أصلاً مع بيتسو موسيماني نقطة مش عايز أتكلم في الموضوع ده تاني لو سمحته مش عايزين نتكلم حضرتك عايز تعمل حاجة أو عايز تقول أخبار أو عايز تقول أنه عندك مصادر وأنت صحف يعني إخواتنا الصحفين كلهم على دماغ من فوقه زي الفل ولكن جماعة من فضلكوا ده مش وقته والحقيقة إن معظم الصحفين وقفين مع النادي الأهلي بشكل جيد جداً لأنه النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لمصر هو الممثل الوحيد لمصر في البطولة الأفريقية خلاص وبيلعب في نهاية البطولة الأفريقية ومن الممكن أن يفوز بالنهائي للمرة الثالثة على التوالي والمرق الحداشر في تاريخه فعشان كده ناس كثيرة جداً وقفة مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة فنرجو أن مثل هذه الأخبار مش وقته ما نفعش لأنه الناس كلها حقيقة كلمت على أصل كلام زوجة موسيماني ووكيلة أعماله على صفحتها على صفحت شركتها يعني قالت مشروع ضخم الموسيماني خلال الأيام والأسابيع القادمة مشروع ضخم ما قالتش راين القطري بالمناسبة وحتى طبعاً الأستاذ حمد العينيزي المتحدث الإعلامي باسم نادي راين القطري طلع ونافى هذا الكلام وبشكل واضح وصريح قال لك يا جماعة احنا ما فيش أي حاجة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ما المطلوب تاني علشان نسكت عن هذا الكلام على الأقل للغاية يوم 30 مايو وبعد كده نشوف إيه اللي حيحصل اللي عايز يقول حاجة بعد 30 مايو يبقى يقولها حنعرف نرد عليها ساعت فلسه راجل مجدد ما بقالوش شهر ونص شهرين ويطلع يقولك أصل هو رايح الراياني القطري عموماً أتمنى أن كل هذه الأمور تنتهي وإن شاء الله حتنتهي وحنصل لللي احنا عايزينه وهو البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي ولكن ولكن في ظل كل هذا مش عايزين ننسى عندنا مباراة اللي بيودينا للبطولة الأفريقية ايه قرنا احنا بنفوس بيها وكل حاجة ولكن دوري العام المصري دوري العام المصري بكرة الساعة 8 شاء الله على ملعب المقولين العرب مباراة مهمة جداً جداً أمام البنك الأهلي بقالنا 3 مباراة ما بنكسبش نتمنى أن احنا نقدر نفوس بكرة الأهلي مركز الثالث 33 نقطة لعب 14 مباراة متأجلوا 4 مباراة بمباراة بكرة البنك الأهلي في المركز السابع برسيد 24 نقطة مواجهة صعبة دايماً ما بين النادي الأهلي والبنك الأهلي البنك الأهلي مستليحين وقفين بشكل جيد مش بيعانوا من الانتقال من بطولة الأخرى عندهمش غيابات زي اللي عندنا عندنا آليو ديانج عندنا حمدي فاتحي عندنا عمر السلية خط الوسط بالكامل مش موجود بكرة تاني حاجة البنك الأهلي بيضم جهاز فني محترم بقيادة الكابتن خالد جلال واللي هي عامل شغل رائع وأداء مميز مع البنك الأهلي فعندنا مباراة صعبة جداً 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 كل حيركز فيها كل حيتكلم عنها إن شاء الله ربنا حيكرمنا ويستطيع النادي الأهلي أن يعود الدوري العام مرة أخرى إلى دولاب النادي الأهلي أو مكان الطبيعي بالمناسبة خلدنا نطلع فصل وبعد الفصل أخبارنا أخبار البيت الكبير أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين موسيماني يعلن قائمة النادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غداً ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري الممتاز قائمة النادي الأهلي جاءت كالتالي محمد الشناوي رامي ربيعة محمد شريف وليد سليمان أيمن أشرف حسين الشحات علي لطفي صلاح محسن محمد مجدي أبشا محمود وحيد علي معلول بيرسي تاو محمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شبير وحمد عبد القادر وحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق مجموعة من الأسماء الجديدة زي ما حضراتكم شايفين دخلت فيه قائمة النادي الأهلي يعني لما تيجي تتكلم عن خط الوسط أنت ما عندكش أليو ديانك ما عندكش حمد فتحي ما عندكش عمر السلية ما عندكش محمد محمود ما عندكش محمود متولي دول الخمسة اللي غالبا بيلعبوا في هذا المكان عندك أكرم توفيق مصاب عندك بقية اللعبين يعني أنا متخيل نبيتسو موسماني من الممكن جدا يعني إحنا شفناه المباراة السابقة بيلعب رامي ربيعة في وسط الملعب هل من الممكن أن رامي ربيعة يبدأ في وسط الملعب في المباراة القادمة أمام البنك الأهلي اللي هي بكرة ممكن جدا إيه اللي ممكن يحصل حنشوف خلينا خلينا ننتظر أيضا لكن لما تيجي تبص بقيمة الناد اللي هي تبص باستغراب هو طب مين اللي هيلعب في وسط الملعب لما تيجي تحسيبها كده وتشوف من كل اللي هتولي القيمة مرة تانية لو سمحتم لو كل الأرقام الأسماء اللي موجودة دي هل من الممكن أن نحن نشوف اسم من الأسماء دي بيلعب في وسط الملعب هتستغرب لكن الحقيقة إحنا دايماً مع بيتسو موسماني متعودين إن إحنا ننتظر لأنه أهو مين الأقرب إن هو يلعب في وسط الملعب من الأسماء دي يعني أحمد نبيل كوكا ممكن مثلاً مع رامي ربيعة ونشوف دي قائمة النادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي مش زينا نطلع فاصل نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم وانتظروا بيان هان لجنة إدارة الأزمة اللي كونها مجلس إدارة النادي الأهلي لإدارة أزمة الملعب في المباراة النهائية بعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم أهلاً وسهلاً مع حضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لحضراتكم انتظروا قرارات لجنة إدارة الأزمة اللي تم تكونها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي في قراره الأخير بعد اجتماع مجلس الإدارة أول قرار الأهلي يسلم شكوى إلى المحكمة الدولية ويسدد الرسوم المالية قام وفد النادي القانوني اليوم بتسليم الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية بخصوص قرار كاف غير المحايد والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدور رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره كما قام الوفد القانوني بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة والتأكيد على طلبات النادي إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى وأن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه رقم 2 كابتن محمود الخطيب رئيس اللجنة بيكلف كابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي بالسفر المبكر للمغرب قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تكليف كل من كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة النادي الأهلي قبل بوعد المباراة النهائية لدور الأبطال والتي أعلن كاف عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم إذن قرارين تم اتخاذهم أولا الأهلي سلم شكوى للمحكمة الدولية الرضاية ويسدد الرسوم المالية يعني إيه يعني بعد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة من ضمن هذه القرارات كان أن الأهلي سيتوجه إلى المحكمة الرياضية وأن النادي الأهلي لن يسكت عن حقه لما طلع القرارات دي من يومين حاول البعض حاول البعض أن يشكك في هذه القرارات بكل الطرق قالك إيه قالك يا عم ده كلام بيسكتوا بين ناس بس عشان يعني انت فاهم الكلام والله يتقلي كده من بعض الملاي وشجع النادي الأهلي النهاردة وطبعا كلنا عارفين أن النادي الأهلي لما بيجي يطلع ياخد قرار ما بياخدش قرار كده وخلاص مش بياخد قرار عشان يسكت الناس زي ما بيتقال من بعض ما اللي يشجع النادي الأهلي ولأ ولكن هو بياخد قرار عشان مجلس زارة النادي الأهلي بياخد قرار بياخده عشان شايف ان ده مصلحة النادي الأهلي دي مصلحة النادي الأهلي مش مصلحة حد تاني فعشان كده عمليه النهاردة راح دفع الرسوم المالية كاملة يعني ايه يعني خلاص انا حفضل ادور على حقي لغاية اخر لحظة والشكوى تسلمت المستندات تسلمت كل ما يخص شكوى النادي الاهلي العادلة تم تسلمها للاتحاد للمحكمة الرياضية والرسوم اتدفعت ها هتقوله ايه تاني ايه تاني هتقوله ماشي طبعا هو النادي الاهلي مش بيعمل كده علشان يسكت اللي بيقوله ولا لا 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 خلص النادي الاهلي بيعمل كده عشان تشايف ان هذه هي مصلحة جمهور النادي الاهلي وخلي بقى لحضراتكم خلي بقى لحضراتكم القرار اللي بعده ايه بقى ايه القرار اللي بعده مش مو يعني القرارات دي يا جماعة يجب ان يتم تدرسها وجهة نظري ليه لأنه أنا مش هسيب حقي ولكن في نفس الوقت أنا هعمل إيه قرار اللي بعده على طول أنا حبعد كابتن سيد عبد الحفيز وحبعد كابتن سامير عدلي قبل المباراة بفترة كافية لإيه عشان إيه حبعدتهم إيه عشان بحس كل الترتيبات إقامة المعسكر لفريق النادي الأهلي هناك يعني إيه يعني مركز في الشكوى وحق النادي الأهلي ومركز في المباراة وإن أنا حروح ألعب وأكسب في ملعب محمد الخامس حروح ألعب وأكسب في ملعب محمد الخامس وراحت دفعت الرسوم المالية هو ده النادي الأهلي هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني أي حد فكر كده هتلاقي الفرقة ملاش علاقة الجهاز الفني ملوش علاقة الجهاز الإداري هم سافر كمان هنقول لحضراتكم طبعا موعد سفرهم لما يطلع موعد سفرهم هنقوله لكن الكابتن سيد والكابتن سامير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيز حيسافروا عشان يرتبوا للماتش يرتبوا اليوم 30 إيه اللي حيحصل مثلا مثلا يعني النادي الأهلي حيسافر يوم 25 ولا 26 حيقض فين حيلعب في ملعب إيه حيتمرن في ملعب إيه الفندق اللي حيقض فيه موعد المباراة حيبقى إمتى إيه اللي حيحصل حنروح إزاي الأمن حيبقى إزاي تأمين للفريق حيبقى إزاي كل ده كابتن سيد وكابتن سامير حيروحوا علشان يدوا تقرير للجنة الكرة ولجنة التخطيط وشركة الكرة ومجلس الإدارة هيحصل واحد اتنين ثلاثة عشان يتم المتابعة أنا ده بقوله لأنه ده المفروض أي حد في العالم يعمل كده قاعدوا يشككوا يقول لك السنين الأهلي بيقول أي كلام أي كلام بيعمل أي كلام وبيقول أي كلام عشان يسكت بعض ما يلاقي الشجع بعض طبعا هما قد كده فعايز أقول لحضراتكم حاجة هل من الممكن أن يكون في قرارات أخرى نعم خلال الدقائق أو الفترة القادمة سيكون هناك قرارات أخرى يتم اتخاذها أنا بقول لحضراتك معلومة وليس كلام وخلاص احنا بنقول لحضراتكم معلومات إذن قرارين بيتم اتخاذهم حتى الآن وانتظروا بقية قرارات لجنة الأزمة لجنة إدارة الأزمة اللي تم تكونها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قليل يعني مش دول بس القرارين لا يا فندم مش دول القرارين لكن لسه في قرارات أخرى أولاً الأهلي بيسلم شكوى إلى المحكمة الدولية ويسدد الرسوم المالية الخبر أو القرار اللي بعده على طول كابتن خطيب بيكلف كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي بالصفر المبكر للمغرب للاعداد إلى بعثة النادي الأهلي للمباراة النهائية إن شاء الله يوم 30 مايو وطبعاً بقية القرارات حنقولها لحضراتكم تباعاً بمجرد ظهورها أو بمجرد وصولها للقناة الأهلي حنقولها لحضراتكم مباشرة من خلال قناة الأهلي ولكن أنا بس حبيت أقول لحضراتكم القرارين دول بسرعة لغاية لما بقية القرارات تخرج من لجنة إدارة الأزمة ما عايز أقول لحضراتكم أيضاً إن فريق كرة القدم بيختتم استعداداته النهاردة لمباراة البنك الأهلي كابتن ياسر إبراهيم بيخضع لبرنامج علاجي بسبب شد في الخلفية يعني طبعاً زي ما حضراتكم عارفين هناك ضغط كبير على معظم اللاعبين خلال هذه الفترة فبيتسو موسيماني بيحاول أنه يحافظ على كل اللاعبين بيعمل روتيشن زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضراتكم عارفين الكل بيحاول أنه هو يساند بيتسو موسيماني خلال هذه الفترة عشان مباريات الدوري قال لكم فعون وبيني وبينكم يعني عندنا مباريات في الدوري لازم تكسب كل هذه المباريات وفي نفس الوقت عايزين نفكر في البطولة الافريقية احنا جمهور بنفكر كده ولكن اللاعبة دايماً خدوا بال حضراتكم في النادي الأهلي بيفكر الماتش في ماتشو يعني ايه يعني زي ما قلت لحضراتكم اللاعبة دايما بتقوم بعيد جداً عن قصة النهائي يعني أنا لما جاي أتكلم مع أي لعيب من الحضراتكم شايفينهم قال ايه قولي اقوله اخبار النهائي ايه قولي يا كابتل لما يبقى يجي النهائي واللي بتاقي اقوله انا بركز في الماتش اللي جاي ماتش البنك الأهلي وبعد كده نشوف اللي بعده واللي بعده لغا لما نوصل النهائي ان شاء الله يبقى حلاء ألف حلال هذا هذه هي روح النادي الأهلي هم دول عيبت النادي الأهلي هو ده الجهاز الفني بتاع النادي الأهلي فياسر إبراهيم خضع لبرنامج علاجي بسبب شد في العضلة الخلفية وحمدي فتحي بيغيب عن مباراة البنك الأهلي بسبب آلام في الحود فحص طبي لأليو ديانج واللاعب يغيب عن مباراة البنك الأهلي نص الملعب بالكامل حمدي فتحي ديانج السلية ومحمد محمود متولي برا القايمة هو هيعمل ايه حنشوف بكرة حنشوف احنا دايما بنفكر في كيف يفوز النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بيفكر في كيف يفوز النادي الأهلي عارفين ان التلات اربعة مباراة اللي جايين هيبقوا مباراة صعبة جدا جدا بسبب التفكير في المباراة النهائية على قد ما نقدر احنا كجمهور نفكر في التلات اربعة اخمس مباراة ونفكر في مباراة النهائية ولكن زي ما قلت لحضراتكم اللعبة دايماً بتفكر في المباراة القادمة ماشي قلولي طيب يلا حكام المباراة غداً مباراة النادي الأهلي ضد البنك الأهلي كابتن أمين عمر حكماً للساحة كابتن أحمد حسام حكماً مساعد كابتن سامير جمال حكماً مساعد تاني كابتن محمد العتباني حكم رابع كابتن محمد سلامة وكابتن هاني عبد الفتاح للبار إذن طاقم التحكيم بقرة بقيادة كابتن أمين عمر يعني كان متقلق الحقيقة في مباراة الوداد وشباب الازداد يعني مش عايز أتكلم في حاجات الحقيقة لكن أتمنى من الله لو على النادي الأهلي رقل الجزاء من فضلك احسبها اهو أنا بقول ايه ايواء استاد المقاولين العرب بكرة ان شاء الله حكم الساحة كابتن أمين عمر حكم مساعد أحمد حسام حكم مساعدة كابتن سامير جمال حكم رابع كابتن محمد العتباني كابتن محمد سلامة وكابتن هاني عبد الفتاح حكام الفار كل اللي أنا عايزه من حضراتكم بكرة كطاقم تحكيم بعد إذنكم لو سمحته لو سمحته النادي الأهلي لا يطلب إلا العدالة لو علينا ضرب الجزاء صحيحة احسب ضرب الجزاء صحيحة لو لينا من فضلك احسبها لنا لو من حقك ان انت تروح للفار لو سمحت تروح للفار مفاش حاجة يعني الفار معمول عشان اسمه تقنية تقنية الفيديو لمساعدة الحكم لتحقيق العدالة التحقيق العدالة دي من عندي هي معمولة علشان مساعدة الحكم فلو سمحت لو حضرتك شاكك في واحدة من الكرات المهمة أو الصعبة ركل الجزاء افسايد اي حاجة من الحاجات دي هدف عدى الخط ولا معداش الخط لو سمحت والله ما فيها حاجة ان انت ترجع للفار والله ما فيها ضد الاهلي او مع الاهلي كل اللي عايزينه يا كابتل امين لو سمحت عايزين حقنا والعدالة فقط حقنا والعدالة بس مش الكرة تبقى ركل الجزاء ما تحسبهاش ركل الجزاء على النادي الاهلي توت وتجري اي حد بيحصل خلال الفترة اللي فات كده مش شفتوا حضرتكو كده معلش انه لما بتيجي سيرت الحكام الحقيقة ببقى اتمنى ان يكون هناك تحكيما عادلا طيب خلينا اطلع فاصل لانهم بقية قرارات لجنة ادارة الازمة جات لنا حنكمل حضرتكم ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل حيرجع مع حضرتكم نتكلم عن بقية قرارات لجنة ادارة الازمة بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضرتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين قبل بس ما اقرأ كل القرارات دي انا عايز اشكر مجلس ادارة النادي الاهلي الحقيقة عايز اشكر مجلس ادارة النادي الاهلي لانه بيعملوا حاجات هقولها بس لحضرتكم اولا مجلس ادارة النادي الاهلي النهاردة او اتخذ كافة القرارات الخاصة بحفظ حقوقه من خلال لجنة الازمات اللي تولت تنفيذ قرارات مجلس الادارة خدوا بالحضرتكم من الكلام ده كويس جدا الحقيقة ايضا المجلس لم يتأخر ولكن انتظر المجلس لم يتأخر لاعلان اي قرار ولكن انتظر الاعلان الرسمي من كاف عن ملعب المباراة وعن معاد المباراة وبالتالي مجلس ادارة النادي الاهلي انتظر الاعلان الرسمي من الكاف باعلان مكان المباراة خلوني اقول لحضرتكم ست مطالب عاجلة للاهلي من كاف في اجتماع لجنة الازمة برئاسة كابتن محمود الخطيب قررت لجنة ادارة الازمة برئاسة كابتن محمود الخطيب خدوا بالحضرتكم لجنة ادارة الازمة هي اللجنة التي تم تكوينها بقرار رسمي من مجلس ادارة النادي الاهلي من يومين قررت لجنة ادارة الازمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب اجتماعها اليوم مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدور الأبطال عبر الحسابات الرسمية للكاف على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن جاءت طلبات النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي على النحو الآتي رقم واحد المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدور الأبطال منها تحديد سعة الاستاذ الذي ستقام عليه المباراة تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي وذلك لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي سوف يقوم بسدات كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغ بها من قبل كاف بشكل عاجل رقم اثنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي نصف سعة الاستاذ ده بن قصين على جماهيره فقط وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك رقم 3 المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي لبعثة الأهلي ولجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب رقم 4 المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات الصفر وبعدد نصف ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر رقم 5 المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفى حكام القرى وأن لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مصابقات كافة مختلفة رقم 6 المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لا سيما أن الفائس في هذه المباراة سوف يمثل القرى الإفريقية في بطولة العالم للأندية شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي وشكرا لإدارة أو لجنة إدارة الأزمات في النادي الأهلي هقول لحضراتكم بس لازم كلنا كجمهور نقف ونسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي كل الطلبات اللي حضراتكم كنتم بتتخيلوها بتتخيلوها بس مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة إدارة الإزمات قالتها لحضراتكم هنقولها لحضراتكم مرة تانية معلش علشان تعرفوا قد إيه النادي الأهلي عظيم وقد إيه من مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس عظيم وبيقف خلف مصلحة النادي الأهلي فقط ولا شيء آخر ولسه عندي حاجتين كمان موقف النادي الأهلي من لعبيه الأجانب وكيفية تسهيل إجراءات السفر للجمعين الأهلي إلى المغرب هقولها لحضراتكم ولكن بعد إذنكم أقرأ هذا البيان التاريخي مرة تانية ست مطالب عجلة للنادي الأهلي من كاف اجتماع لجنة الأزمة برئاسة كابتن خطيب قررت لجنة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب اجتماع اليوم مخطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدول الأبطار عبر الحسابات الرسمية للكاف على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن وجاءت طلبات النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي رقم واحد المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدول الأبطار منها تحديد سعة الملعب الذي ستقام عليه المباراة رقم اثنين تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير الأهلي وذلك لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي الأهلي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من فئة كل الدرجات كل الدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي ولجماهيره وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي الأهلي إبلاغه بها من قبل كاف بشكل عاجل رقم اثنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي اللي هي نصف سعة الاستاد على جماهيره فقط وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك رقم ثلاثة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة النادي الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين تاخل الملعب رقم أربعة المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات الصفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي الأهلي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر رقم خمسة المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفى حكام القارة وقال لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مصابقات كافة المختلفة رقم ستة المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لسيما أن الفائس في هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذه الأمور مش عارف أقول إيه الحقيقة ولكن أنا كواحد من الجمهور سعيد جدا 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 بهذه القرارات أعظم حاجة في الدنيا أن أنت يكون عندك مجلس إدارة واقف في دهرك عارف مصلحتك عارف أنت عايز إيه وبيعملك اللي أنت عايزه كله مش حاجة واحدة ولا حاجتين لا ده بيعملك كل حاجة وبيحميك وبيقول إن الجمهور سيرافق البعثة من أول البعثة لآخرها وحاشتري التذاكر أنا اللي حاشتريها كنادي أهلي وعلى فكرة ما استناش مثلا علشان الفلوس والكلام ده يقولوا مثلا يغلوا التذاكر لا 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 مش فرق معايا أنا اللي يفرق معايا حق جمهوري ومصلحة جمهوري وحماية جمهوري هو ده النادي الأهلي ما حدش يقولي التذاكر نافذت ومن دلوقتي أهو قبل الهنب سنة قبل ما تتطبع وقبل ما يفكروا حطوا الرقم اللي أنتو عايزينه مش فرق معانا كنادي أهلي مش فرق معايا أنا اللي فرق معايا بس إن أنا أخد حقي أخد حقي بس مش قاس حاجة تاني وحمي جمهوري اللي جاي قرارات قرارات تاريخية وعظيمة تستحق تستحق كل حاجة حلو شكرا يا كابتن خطيب على اللي حضرتك بتعمله للنادي الأهلي أنا عارف إن ده دوركو أنا عارف إن حضرتك دايما لما يجي أتكلم الكابتن وقول له كابتن يعني بجد الحاجات دي كويسة جدا وهي له وإحنا متشكرين جدا كجمهور يعني يقول لي يا ابني ده دورنا يا ابني ده دورنا ده دورنا لازم نعمله شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذه القرارات التاريخية شكرا للجنة إدارة الأزمة على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والقدرة على التنفيذ الحقيقة قرارات مش عارف أقول إيه بجد مش عارف أقول إيه إن خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا اليومين ثلاثة اللي فاتوا كانت الناس كلها بتكلمني في الأمور دي بقالي يومين أو ثلاثة كل محد يكلمني يقول لي هو مجلس الإدارة مجلس الإدارة؟ مجلس الإدارة ما كانش ساكت هو القرارات دي يعني بقالنا يومين أو ثلاثة يام عارفينها ولكن مجلس الإدارة لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات إلا بعدما يتم تحديد الملعب رسميا أول ما تم تحديد الملعب رسميا النهاردة قرارات طلقت لحضراتكم هذا هو مجلس إدارة النادي الأهلي أنا الكلام عندي كتير جدا وكل حاجة ولكن عندي حاجتين تانيين مهمين جدا جدا لازم أقولهم لحضراتكم أولا موقف اللاعب الأجانب قال النادي الأهلي خلاص بقى قال الكلمة تندل لا موقف اللاعب الأجانب إيه؟ حالا هقوله لحضراتكم الأهلي بيحسم موقف لاعبه الأجانب قامت لجنة إدارة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإرسال خطابات للاتحادات الوطنية للاعبي الأهلي المحترفين والذين تم استدعائهم للانضمام إلى منتخبات بلدهم وإبلاغهم بأن النادي الأهلي في حاجة إلى جهدهم لأنه مرتبط بأداء مباراة رسمية في نهاي دور الأبطال يوم 30 مايو وفقا لما جاء على الحسابات الرسمية للكاف إذن نادي الأهلي خطابات رسمية بعتها إحنا هنلعب يوم 30 مين اللي حدد؟ مش أنا مش أنا كنادي أهلي ولكن الكاف هو اللي حدد يوم 30 وهو اللي حدد الأجندة الدولية أو مواعيد الأجندة الدولية مش النادي الأهلي وبالتالي لو سمحتم سبولنا اللاعب يلعبوا يوم 30 تاني حاجة بعض الجماهير قالت لي إسلام إحنا عندنا مشكلة إن هل سيكون هناك صعوبات في الصفر للمغرب؟ أول هذه الصعوبات التأشيرات مظبوط؟ طيب خلينا أقول لحضراتكم الحمد لله يعني أنا بقالي يومين أو تلاتة ساكت ومش عايز أتكلم لكن كل ما حد يكلمني يسألني السؤالين دول الرد ما جاش من عندي الرد جيه من مجلس إدارتك من مجلس إدارة النادي الأهلي شوف حضرتك مجلس إدارة النادي الأهلي بيعمل إيه كابت خطيب بيشكل لجنة لتسهيل إجراءات سفر جماهير الأهلي هو ده رد السؤال يا فندم أي حد كان بيسألني خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا عن مين اللي حيسهل لنا الإجراءات مين اللي حيعمل لنا الإجراءات أهو تفضل حضرتك قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة أضم كل من مين بقى اسمع الأسماء اللي جاية دي السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي السيد خالد مرتجي أمين السندوق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي السيد عمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم السيد رضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات صفر جماهير النادي الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات كاف والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص أنا لا أملك إلا أن أنا سقف أنا لا أملك غير أن أنا أسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي والله العظيم تلاتة له رياء وله تطبيل وله أي شيء آخر كل الطلبات اللي كانت في دماغي أنا كمشجع أهلاوي أو كل الطلبات الهالي كل مشجع النادي الأهلي خلال اليوم من ثلاثة اللي فاتوا لقناها في البيانات بتاعت النادي الأهلي مش عارفة أقول إيه الحقيقة ولكن شكرا يا كابتن محمود على اهتمامك بناديك واهتمامك بمصلحة نديك وحبك لجمهورك وحمايتك لجمهورك في أي مكان اللي هيقرأ البيان ده كويس البيان في طلب التاني أو أنا أسف التالت المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره مش لبعثة الأهلي وبس وجمهورك لا لبعثة الأهلي ولجماهيره يعني أنا مش عارفة أقول إيه الحقيقة ولكن قرارات تاريخية وعظيمة لمجلس إدارة النادي الأهلي وللجنة إدارة الأزمة بنشكر حضراتكم عليها شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل أيمن جلبرتو ومحمد جمال هنتكلم معاهم عن مباراة غدا لأن أنا بقيت متطمن لأن أنا بقيت متطمن وعندي مجلس إدارة واقف في ظهري كواحد من الجمهور وسعيد جدا بهذه القرارات وبشكر مرة تانية مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الفاصل أيمن جلبرتو ومحمد جمال أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أراحب بيديو في هذه الفقرة زكا محمد زكا قبت ببركة حبيب وزال فالحمد لله زكا أيمن زكا قبت كله كويس أحمد جمال وأيمن جلبرتو طبعا والحقيقة لأنهم من جمهور الأهلي وعايشين مع جمهور الأهلي مجد بظروفها يعني النهاردة وجهة نظر أننا شفنا قرارات تاريخية من لجنة إدارة الأزمة لكونها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اليومين اللي فاتوا والنهاردة شفنا قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي وجهة نظري برضو أسمع وجهة نظركوا قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على مصلحة جمهور النادي الأهلي وحماية جمهور النادي الأهلي صعوبة الموقف بتبرز لك بعظمة القرارات اللي طلعت صياغة البيان كيفية التغلب على المعضلة الدائمة كيف أتعامل باحترافية وديبلوماسية واخد كل حقوقي دي عظمة البيان لما تجي تتكلم على أنك لم تتغافل كل هذه النقاط واستطرطت من خلال البيان الموجز اللي تكتب فيه كل ما طلبه جماهير النادي الأهلي خلال الأيام السابقة وكنا خلال الأيام السابقة في احتكاكنا وتعاملنا مع جماهير النادي الأهلي الناس كلها كانت بتطالب بهذه الطلبات توقيت المتصق مع الإصدار الرسمي للموعي وفينيو أو الملعب بتاع المباراة النهاردة والقرارات تطلع في نفس اليوم والمطالبات تطلع في نفس اليوم بكل ما طلبه جماهير النادي الأهلي مش بس بتكلم على عدلة تحكمية مش بس بتكلم على سعة الملعب والمناصفة لانه ده ما يتصق ما يقدرش الكاف انه يخالفه لانه ما صدر في ما اعلنه الكاف انه هذا ملعب محايد بما اني بتكلم على ملعب مركب محمد الخمس انه هو ملعب محايد للمباراة النهائية ما بين النادي الاهلي اذنان هو مش ملعب الوداد فانا من حقي تماما ان انا اطالب بكل هذه المطالب وعلى الكاف انا استجيب فعظمة هذا القرار في التوقيت في الصياغة في القرار في انه تضمن كل النقاط اللي طالب بقى جمهير النادي الاهلي خلال الايام الماضية والتوقيت بالنسبة لي عظيم جدا انه يصدر في نفس اليوم هاخد من محمد كده الكلمة وبيقول انه ملعب محايد فده كمان مش ملعب الوداد ده ملعب النادي الاهلي هو كمان في حقيقة الامر انه وفقا للقرار اصلا النادي الاهلي هو المستضيف للمباراة فلو نتذكر كده في 2020 كان دايما يعني البعض لما بيحاول يتكلم عن مباراة نهائي القرن الاهلي كان يقولك في الاعلام نقوله الزمالك والاهلي عشان ده ماتش الزمالك نعم فاحنا مفروض دلوقتي في الاعلام وفي كل حاجة احنا هنقول المباراة دي مباراة الاهلي والوداد لان الاهلي هو النادي المستضيف وفقا للقرعة ولا يلعب بزي الرسمي بتاعه ولا يختار الدكة بتاعته واللي لي بعض الحقوق كان لأ ايه بتقول النادي المستضيف فلا النهاردة القرارات اللي طلعت دي جمهير نادي الاهلي بكامل يعني فقتها وكل الناس ما لهاش كلام في الايام اللي فات غير عن المطالب دي تحديدا حاجتين موضوع التذاكر موضوع تسهيل اجراءات السفر لان يعني والحماية انا موضوع انا بالنسبالي بصراحة طبعا السطر بتاع الجمهور وبعثة النادي الاهلي واجه ماهيره هو ده بالنسبالي السطر اللي يعني الباقي كله لكن الحماية ده حاجة مهمة جدا طبعا حاجة مهمة ليه لان النهاردة في بعض المباريات لما النادي الاهلي بيروح ضيف جمهوره ممكن يتحط في مكان وسط جمهور النادي المستضيف ما يلاقيش امن كويس حوالين اللعيبة لكن المرات دي من المفترض ان حتى لو الاهلي مثلا ليه 30 الف تسكرة ممكن نادي الاهلي يقدر يوفر جمهور يروح 10 الف 15 الف ماينفعش يبقى جنب 10 الف 15 الف باقي الجمهور تراهنوا معي انا دي تاني و تاني رأينا هوا على الهو يلا الراهن على ان العدد اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي انا الوحدي انا الوحدي انت كم واحد طلب منك انه يسافر لغاية الوقت كتير وانت لغاية قبل الحد كدر الله يا كابتن بعد القرات بعض الاصدقاء بعض الاصدقاء بعضوا اي ما تشوف وانت في القناة كشف لنا اي موضوع الرحلات ده والتسهيلات دي عشان نبتدي نقدم وانت عندك مية والمية دول معاهم خمسمية والمية دول معاهم انت احنا وصلنا احنا التلاتة واحنا عادين كده لخمس ستة لاف واحد وغير يا كابتن فيه اهلوية مصرين كتير موجودين في الخارج طبعا فكر التكاليف يعني بالنسبة لهم التكاليف للسفر من بلادهم اللي هم موجودين فيها للمغرب اوفر فلو توفر لهم رحلات بشكل معين للمغرب هنلاقي لا هنلاقي رقم قياسي من جمهير نادي الاهلي في مباراة خارج مصر بنتكلم جوه افريقيا بعيدا طبعا الاهلي لما لعب في قطر والامارات والسعودية كنا بنشوف الملعب ممتلئ للمصرين اللي عاشينا كتير فقرات النهاردة لقى قرات يعني فيه حرفية كبيرة جدا وجديدة جدا في كتابة البيان النقاط كلها يعني بنتكلم بنصيب الهدف يعني كلام ان المباراة ده ما تبقى في كازابلانكا تتنقل العاصمة في المغرب في ملعب آخر منه ملعب محايت فواضح ان كان فيه تعنت كمان ان لأ هنلعب برضو في محمد الخاف فما فيش مشكلة النادي الاهلي ليه مطالب جماهيره طالبت بيها مجلس إدارته صمم عليها لجنة الأزمات عملت بيان وخطاب يعني محترف جدا دلوقتي الكرة في ملعب الكاف الأيام اللي جاء من المفترض ان هو يرد عن نادي الأهلي ويوفر هو مش بس يرد لا ده هو يوفر كل اللي موجود في البيان لان ده حق من حقوق النادي الأهلي احنا كل اللي بنتكلم فيه ده يا كابتن إسلام توفير أجواء مثالية لمباراة كرة قدم في نهاية بطولة قرية اللي يكسب يكسب دي مش عضياتنا احنا مش هنالعب مش هنطلب من كاف نقول له سلمنا الكاس لا احنا هنلعب مباراة فنيا في الملعب نكسب اللي يكسب نقول له مبروك ان شاء الله يبقى النادي الأهلي النادي الأهلي لا قدر الله حصل أي حاجة هارد لك نبقى احنا عملنا اللي علينا إدارة النادي أهلي عملت لعليها اللعبين والجهاز الفني يكونوا ان شاء الله عمل عليهم الجمهور يكون عمل لعليه فخلص تبقى مباراة كرة ونبني عليها ولكن لو أي أمور طبعا تاني حضراك عارفك هات الناس يعني الأمورة مشكلة طبعا من القرارات اللي أنا مش عايزها بس تروح في النص القرار صفر كابتن سيد عبد الحفيز وصفر كابتن سامير عدلي لأن القرار ده مهم جدا في الوقت اللي أنا بطالب بيه في حقي في الوقت اللي أنا بطالب بيه في حقي وبسلم المحكمة الرياضية الدولية الملفات وبسلمهم المقابل المادي عشان أعمل يبعد كابتن سامير عدلي وبابعد كابتن سيد عبد الحفيز علشان يشوفوا الموضوع هيبقى ماشي إزاي ويشوفوا بأسة النادل آله هتبقى ماشي إزاي أعتقد ده قرار برضو من القرارات المهمة جدا يا محمد نقطة 2 مهمين جدا في النقطة الحركة اللي أنات فيها النقطة الأولانية إنه مش معنى إن أنا هلعب المباراة وإن أنا ملتزم بالالتزام الرسمي اللي عندي إن أنا هلعب مباراة نهائية إن أنا ماخدش حقوقي أنا عندي اتجاهين متوازين الاتجاه الأول هو الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية والتأكيد على أحاقية النادي الألف إنه كان يلعب في فينيو محايد أو في ملعب محايد أو إعلان الملعب منذ بداية البطولة دي النقطة الأولى النقطة الثانية صفر الكابتن سال عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي للتأكيد والطمأنينة وأخذ الضمانات الكافية من الجهة المنظمة أو من الكاف قبل ما البعثة تسافر رسميا أو الجماهير طبعا يتطمنوا على هذا النقطة الثانية في الاجتماع الأمني اللي بيتم قبل المباراة مهم جدا أن ناخد كل هذه الدمانات والتطمينات مكتوبة رسميا لما بيحضر الجي أس أو المسؤول الأمني بتاع الاتحاد الأفريقي مع ممثلي الفرقتين اللي بيحضروا الكابتن سال عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي في المعتاد يجب التأكيد على كل ما تناوله بيان النادي الأهلي خلال هذا البيان وخلال هذه الفترة بالتأكيد على كل هذه النقاط تكون مكتوبة في الاجتماع الأمني ودل عشانه أكيد كابتن سال عبد الحفيز للطمينات على كل هذه النقاط والتأكيد رسميا على الحماية الكاملة وجاهزية الملعب والمكان لاستضافة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ملعب التدريب وكل شيء طبعا أيمن برضو من القرارات المهمة جدا اللي أنا شايفها لأنه كان دايما يقولولي إيه الجمهور كان بعض من الجمهور يعني يقولي يا سلام ما وإحنا مؤكيد إيه حيدونا 50% من التذاك تمام ولكن الأمن هناك أو في الطبيعي بيحصل إيه نوع أنت دخلك سعة الملعب مثلا مثلا 100 ألف دخل 50 وعندك 20 برة ومدرجات الأهلي مثلا فضية هيعمل إيه إيه دخل العشرين ولكن أعتقد أن النادي الأهلي قفل الموضوع ده تماما بنشترى أو هيشتري كل التذاكر بالأسعار اللي هيقولها الكاف وفي نفس الوقت أن سعة الملعب 50-50% بالضبط ده حاجة كانت مهمة جدا ومن المطالب برضو الرئيسية لأن هما كان ممكن يقولك هنوفر لك الساعة بتاعتك أو النصف التذاك أو ممكن ما نقولش 50-50 لأن أكيد الكاف نفسه كلجنة منظمة هيطرح نسبة معينة من التذاكر لناس يعني VIP أو جماهير اللي هي حاجات سياحية أو حاجة أجاهة فبالنهاية لازم في نصف نصف التذاكر للوداد والنصف التاني للنادي الأهلي فشراء التذاكر ودي كانت الناس بتأكد عليه يعني مش بس ناخد الساعة نشتري إحنا التذاكر حتى لو هتطرح هنا في مصر والناس تشتريها بمعنى أن هي يعني أنا مثلا مش مسافر المغرب ولكن في تذكرة مطروحة أنا أشتريها كانوا من أنواع الدعم للنادي الأهلي إن إحنا ناخد التذاكر والله في مصريين في المغرب هيقدروا يروحوا يتفضلوا التذاكر موجودة ما يجوش أونلاين مثلا اللي هو يقول لك خلصت في جماهير مسافرة من خارج المصر عايزة تروح تقدر تلاقي التذاكر تاعتها مع البعثة الناس اللي طلع من هنا لأن فيه كان مشكلة كانت واضحة بعض من الزملاء والأصدقاء اللي حاولوا يحضروا مباراة الرجاء المغربي طبعا ده طبعا كانت مباراة الرجاء وهم المنظمين ولكن أكيد بيبقى مفروض فيه نسبة صغيرة للجمهور الضيف الجمهور ما قدرش يخش إلى بعد تقريبا 20 ديام دات المبارا لأن كان جمهور الرجاء ملعى الملعب وملعى كل الكلاسي كان دي أزمة طب دي لها مبرر كلنا نعلمنا منه لا ودي لها مبرر إن ده ملعب الرجاء كله صح لكن المراضي ده الملعب بتاع الأهلي والوداد فأعتقد دي من النقطة مهمة جدا في البيان وحاجة يعني تحسب يا حضرك سقفت كذا مرة للبيان يعني دي من حاجات التي تحتاج سقفة كبيرة جدا لأن دي مهمة إن احنا نستلم التذاكر بتاعتنا ما نسيبهاش أونلاين وما نسيبهاش قبل ما تعمل أي حاجة وقبل ما تطبع وقبل ما تنزل وقبل ما للا وقبل الهزة دي كلها أين كان سعاد بألف جنيه أدي الألف جنيه عم المتشكلين وما لكش دعو احنا عنام بيومين بالزبط كده معاو كمان النقطة بتاعت شراء التذاكر مجمعة دي نقطة بحد ذاتها فوتت الفرصة على أي طرف إنه يطرح التذاكر إلكتروني كما حدث في مباريات سابقة وبطولات مجمعة كتير جدا فانت فوتت الفرصة بمنتهى البساطة على التراك اللي كان هيتعمل فيك بطرح التذاكر وكان هايقول لك إنه 50% للجمهور الضيف و50% لجمهور الوداد وكانت اطرح التذاكر وكنتش هتلاقيها من خلال المنفذ الإلكتروني اللي هيتم أيا كان هو انت فوتت الفرصة مش بس قلت إن أنا هغير الآلية من إن هي إلكترونية لشراء يدوي لأ دي أنا قلت إن أنا كنادي أهلي هشتري هذه التذاكر مجمعة لجماهيري هكسب مرتين المرة الأولى هضمن إنه كل التذاكر المخصصة ليه ما يبقاش فيها وتم استطرادها في النقطة اللي بعدها إنه الجماهير لو حضر عندي لو أنا ليه 30 ألف أو 23 ألف حسب السعر الرسمية اللي بركب محمد الخامس نص الملعب 23 ألف لو أنا ليه 23 ألف وحضر لي 20 ألف ومتفرج حتى الثلاث تذاكرهم معايا محدش يحضر من جماهير الضيف لأنه ليه نص الساعة هذا هو العدل والحياد اللي طالب بين نادي الأهلي من خلال بي والمطالبة في الرد في خلال 72 ساعة يعني ما تعدش أنا استنيت لغاية النهاردة عشان برضو البعض اللي بيحاول إنه هو يودي الفكرة إن المجلس زارة الأهلي يتأخذ مجلس زارة الأهلي جبعا ما يقدرش يتكلم ما يقدرش يأخذ قرار أساسا في أي حاجة إلا لما الموضوع يبقى رسمي أي مجلس إدارة في الدنيا وخاصة مجلس زارة الأهلي يتعامل بالرسمية الصيغة الرسمية لما يتم إبلاغي حتى اليوم النادي أهلي لم يتم إبلاغه لكن تم الإعلان رسمي والتأكيد من خلال بقان الكاف والمنفذ حتى إحنا ببعت لنا كصحفين وإعلمين ببعت لنا التأكيد ده على الإيميل إنه خلاص تم تأكيد الملعب والفيني والموعد والساعة كان بس الفترة اللي فاتت يوم 30 ماي وفي المغرب ما في المغرب المغرب مليانة ملاعب جميلة كان ممكن يبقى في أي مكان لكن لما تم التأكيد إنه هو في مركب محمد الخامس الساعة 9 بتوقيت القاهرة يوم 30 ماي وخلاص الموضوع انتهى وبالتالي زي منادي الأهلي برضو في المرة البيانات الأولى كانت إمتى بعد مبارة وفاق سطيف حتى والنتيجة 4 صفر ونحن كما نقدرش نتخطى فكرة إنه دي كورا لازم لما نتأهل رسميا على طول نبتدي نتحرك فأعتقد البيانات اللي تم طرحها في الساعات الأخيرة والأيام والنهاردة دي ملخص زي مناقول كده مطالب كل حاجة وجايبة كل حاجة من كل الجوال ومقفلة كل زي مناقول كده كل الإخرام فبالتالي كل اللي احنا مستنيه دلوقتي بقى كيف سيتعامل الكاف مع الأمر هيرد علينا إزاي وينفذ إزاي وإحنا عندنا الناس اللي هترقب ويجب أن يتم الرد في خلال 72 ساعة لإمنا فيش وقت طب إمتى حضرتك إمتى أنا عايزة سافر لو التأشيرة بتاخد مثلا مثلا أربع خمس تيام ست سبعة تيام هستمع تأشيرة المغرب بتاخد وقت أطول فلازم طبعا الكافي خاطب تم إبلاغ الشباب الرسمين اللي راحوا عشان يسافروا إن 12 يوم عمل يعني ده يتجاوز موعد المباراة من الأساس لأن ما فيش حاجة اختار رسمي من الكاف للسفارة مثلا المغربية أو للسلطات المغربية إنهم ما يسهلوا الأمور يعني السفارة المغربية بتتعامل وفقا للقواعد بتاعتها ده طبيعي لازم نحترمها طبعا طبعا فلما الكاف يبتدي يخاطب السلطات المغربية والسفارة المغربية إن لأ في حدث استثنائي الناس اللي بتقدم على الفيز عشان السفر دول لازم يتم التعامل معهم بشكل سريع وتوفير ليهم إجراءات استثنائية وكمان موضوع التذاكر ده مهم في إيه إن لما أنا ممكن نهاردة واحد مش رايح الماتش أصلا يجي يروح يقول لك أنا عايز التأشيرة في يومين تلاتة لا التأشيرة يومين تلاتة أو في الوقت ده للناس اللي معاها التذاكر وبالتالي لما النادي الأهلي يحصل على التذاكر بشكل رسمي ويديها للشركات اللي هتنظم الرحلات والجماعير اللي ناوي هتسافر هيروحوا يقدموا بالتذكرة أن هم رايحين يحضروا المباراة وبالتالي الإجراءات دي تبقى سهلة لو كان فيه خمس تلاف أهلاوي يقدروا يسافروا وفقا للإجراءات دي لا ده دلوقتي ممكن نتكلم في خمس تاشر ألف أهلاوي يقدروا يكونوا موجودين في ملعب المباراة إن شاء الله يعني ممكن يكونوا تلاتة وعشرين نتمنى نتمنى أنا بقول ماشي خلينا نشوف اللي حيحصى خلال الفترة اللي جاء رقم خمسة المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشاريع للتاقم تحكيم من أكفع حكام القرى بس حيقعد يدوروا كتير ما فينا أعطوطين مهمين في خلصة المباراة لأن يعني البيان قال إيه سيما أنا الفاذ من هذه المباراة أنا آسف قال لا يكون من بين هذا التاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات كاف ولو استأذن محمد بس وللأسف فعلا الحكام اللي أسمقهم مطروحة كلهم عندهم مشاكل في جميع المباراة اللي قدروها في بعض الحكام في بعض الحكام اللي ما عندهمش أزمات تم توجيههم أنهم يديروا بعض المباراة في السيمي فاينل عشان ما يكونوش موجودين في النهاية وخلينا فاجأك بقى ونتحدى الكاف يعني على الهوى كده أنه يطلع ما ينص على التالي أنه حكام السيمي فاينل ما يحكموش الفاينل ده غير موجود في اللواحي الكاف غير موجود عرف هو عرف فقط لا غير إذن رسميا رسميا لا يوجد ما يتنص عليه اللواحي الكاف ولجنة التحكيم أنه الحكم على مسؤوليتي لا يوجد هو عرف تم تدوله في السنوات الأخيرة منذ تقسيم القرى الأفريقية اللي زونز تم إدراج معها أن الحكم اللي يحكم السيمي فاينل ما يحكمش الفاينل وبالمناسبة هي حصلت في 2017 أن الحكم اللي حكم السيمي فاينل بحكم المباراة النهائية فما فيش أزمة خلص أن الحكم يكون موجود وده كان بكار جسامة بالمناسبة في 2017 حكم السيمي فاينل وفاينل في نفس البطول إذن هي حصلت قبل كده اتنين لا يوجد لائحيا ما يستلزم أن حكم السيمي فاينل ما يكونش موجود في الفاينل مش عايزين نقول أسامي حكام بعينها لكن بما أنه لا يوجد لائحيا ما ينص على ذلك فيمكن استثناء أنه أنه أي حكم حكم السيمي فاينل لا يحكم من الأطقم اللي كانت موجودة في السيمي فاينل أربع أطقم حكموا المباراتين زيابا نقيابا ليه النصف النهائي فده نقطة مهمة جدا بالنسبة ليه التحكيم أنت بتتمسك بلواحك وأنا بتمسك بنفس اللواحك لكن لا يوجد داخل لوحك نفسها لوحك الكاف أنه أفضل حكمين في القرى هم حكموا في السيمي فاينل لوداد لو قلنا يعني ممكن نطرح برضو نفس السؤال على الكاف سريعا أنه طيب هنقول أنه غرباء الراجل جزائري وكان فيه فريق جزائري في السيمي فاينل فوارد أنه كان يصعد نهائي فممكن تعمله يعني لجل فيكتور جومز آه فيكتور جومز ليه ما تمش الإبقاء عليه المبارات النهائية أي كان طرفين مبارات النهائية وتركس المساحة أن يبقى فيه حكام هو ممكن يكون ردة لا للأسف عشان عارفين أن العرف بتاع الكاف سؤالك بكاري جسامة في 2017 عمل طبعا في 2017 كان ليا برضو ظروف يعني يعني نقول أن الأهل يلاعب الإداد برضو في الموراة النهائية الموراة الإياب مش هنقدر نقول أن فيه خطأ كارسي تسبب فيه بكاري جسامة بكاري جسامة من نوعية الحكام اللي بيعمل يقرفك في الملعب تحكيم هو هيقرفك أنت هتجي تقول ويقول لك أنا ما حسب لك عليك بلن ولكن هو أرفك في الملعب فالنهاردة أغلب الحكام اللي مطروحين للنهائي هم من نفس النوعية اللي هي ممكن مع الضغط الجماهيري تقرفك في الملعب ما تدقاش حقك كامل لازم نقول حاجة أن النادي الأهلي في موراة ربع النهائي أمام الرجاء المغربي في مركب محمد الخامس طوال 90 دقيقة تم حتساب له راكلة جزاء و2 فاول عدد 2 فاول وراكلة جزاء اتحسبت بعد الرجوع للفار حكام ما حسبهاش فلو ما فيش فار ما فيش ضرب جزاء وفيه 2 فاول بس في 90 دقيقة كاملة اتحسبوا للنادي الأهلي وإنظار وهمي على ياسر إبراهيم في الأعادة ملمس أصلا رجل مهاجم الرجاء المغربي وتحسب عليه فاول مما كان خطر جدا في 18 وخذ ياسر إبراهيم انذار الله أعلن كم ممكن تتركم انذاراته مثلا ويغيب عن المباراة للإيقاف طب ليه ما فيه في الحكار حكمين ثلاثة جيدين كم ممكن نخليهم للمباراة من ضمن الطلبات الطلب السادس وهو الاستعانة بالحكام أوروبيين في الفار في الفار ليه بقى ليه ليه الفار لأنه فيه وقع لا غير النقل هام وفيه وقع ما قدرش يتحاد الأفريقي يقول ما قدرش أجيب ليه لأنه في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم كان فيه أطئم من مكسيكو من إيطاليا ومن أكتر من قارة اللي كان ممكن يتعلل بالنسبة لحكام السياحة إن اتفاقية التوأمة اللي كانت معمولة ما بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي تم يلغاءها وما بقاش فيه حكام أوروبيين أو حكام أفرقيا بيحكموا في أوروبا أو العكس ما بقاش موجود كممكن يتعلل بها دي قصر يقول لك أنا ما عنديش غير حكام أفرقيا هم اللي يحكموا بطولة قرية لكن أنت فيه تصفيات كاس العالم الأخيرة تصفيات الأفريقية الموهلة لكاس العالم أنت استعنت بحكام فار من خارج القرية إذن ما المانع أن يكون حكام ومعايا وقت أننا يسمح بأننا أستقدم حكام سواء أوروبيين أو من برا القرية وخلاص أوروبا الموسم نفسه يعني الأسبوع ده خلص فهو مش هيتبقى غير طاقم لإنهائي الأوروبا ليج والشامبينز ليج والدور المؤتمر يعني فأوروبا هتبقى مليانة حكام يقدروا ربا ليك بجرة كمان خلاص يعني أقصد أن خلاص الموسم زي ما حالك بينتهي فلا نقدر نجيب طاقم كل ده ليه ما بنقولش أن كل ده يضمن أن الأهل هو البطل أو الوداء لا كل ده توفير أجواء عادلة لمباراة كرة قدم داخل الملعب عشان خاطر يبقى نهائي قوي واللي يكسب نقوله مبروك من ضمن القرارات أو من ضمن الأمور اللي تمت أيضا هو ما قال لكش أنا حسهل لك الإجراءات وخلاص نادي الأهل ولكن قال أيضا أو شكل لجنة لتسهيل إجراءات سفر الجمهور لجنة دي بإسم أو يعني برئاسة مين أو تضم كل من مين سيد العمري فاروق نائب رئيس النادي سيد خالد مرتاجي أمين السندوق الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي السيد عمر الشهين المدير التنفيذي لشركة أهلي لكرة القدم ثم سيد رضا صليب المدير التنفيذي لشركة أهلي الخدمات وزيلك لتكليم بعض الشركات روطانية يعني نادي الأهلي مش قال لك أنا حسهل لك واسيبك لا ده أنا عندي كمان أو عملت لك لجنة فيها نائب رئيس النادي الأهلي وأمين سندوق النادي الأهلي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ثم بقية الأسماء الموجودة فأعتقد هذا شيء جيد جدا واحد من ضمن النقاط العظيمة جدا في البيان هو الترابط اللي موجود ما بين الفقرات وما بين البنود النقطة الأولانية لما أكد النادي الأهلي على المطالبة بتسهيل الإجراءات ده الجزء الدبلوماسي أو الجزء الخارجي أنت إزاي هتسافر وإزاي هتأخذ الفيزا والتأشير إنك تسافر ده القرار الربط التاني بالتذاكر ما أنت محتاج شوية عناصر عشان الجمهور يعرف يسافر التذاكر تسهيل الإجراءات نائب رئيس النادي الأهلي وأمين صندوق النادي الأهلي إن هم يكونوا موجودين يساهلوا هذه الإجراءات من خلال رحلات لجمهير النادي الأهلي لملعب المرة وتكون مرافقة للبعثة لضمان التأمين والحماية لهذه البيعثة فالترابط اللي موجود ما بين هذه النقاط يطفي المزيد من الاحترافية على هذا البيعثة كمان سريعا السيد العمري فارغ السيد خالد مرتجي من الناس القريبة جدا أصلا من الجماهير بيتفاعلوا معاهم على السوشيال ميديا وموجودين فهم دماغهم عارفة جمهور الأهلي بيفكر في إيه وإزاي عايز يسافر ومين يقدر يسافر بتكلفة عاملة إزاي ومين فقا وفر لها مش عارف تذاكر مخفضة بشكل معين طب مين اللي برة مصر يقدروا فهم عندهم التوليفة دي فبشكل سريع يقدروا إن هم يخلصوا الإجراءات الحقيقة البيان ده عظيم وتاريخي في كل حاجة حتى في اختيار الأسماء اللي في اللي جاءت طبع يعني الزكاء في اختيار الأسماء اللي زي ما حضراتكم بتقول إن هم كل طبعا مجلس إدارة الإدارة الأهلي قريب من الجمهور وكلهم عايزين مصلحة الجمهور لأن هذه هي اختيارات مجلس إدارة النادي الأهلي وليس اختيارات حد فعشان كده بقولك حتى الزكاء في هذه الاختيارات إن انت إزاي تختار الاسم المناسب في المكان المناسب لمساعدة وحماية جمهورة أعتقد شيء جيد النادي الأهلي وضع كل من هو خارج النادي الأهلي أمام مسؤولياته وكل من هو داخل النادي الأهلي أمام ملفه كل فرد موجود في هذه اللجان هو مسؤول تماما عن النقطة هو متخصص في ده حتى عمر شهين ومدير التسويق السابق فيه الاتحاد الأفريقي يعي جيدا كل الخطوات اللي احنا بندور عليها عشان الجمهور يسافر كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها هي عناصر تنفيذية على الأرض قدر النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب أنه يكون هذه اللجان مش بس عشان أكون لجنة وعشان أرضي الجماهير ولا عشان أحل لأ عشان يبقى لها دور فاعل على الأرض فوضع الجميع أمام ملفه كما وضع كل من هو خارج النادي الأهلي أمام مسؤوليته في الحصول العادل والكامل على كل حقوق النادي الأهلي طيب أخيرا برضو الجوابات اللي بعتها مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الاتحادات المحلية اللي بركينا اللي هو الاتحاد المالي والاتحاد تونسي والجنوب أفريقي والاتحاد الجنوب أفريقي علشان اللي أربع لعبين وبالتالي احنا دلوقتي زي ما قلنا كده في الأول كل الثقوق تم تقفل لأن المعاد نفسه 30 مايو أنا تقريبا أول مرة من زمن شوف نهائي دوري أبطال أفريقيا هتلعب يوم اثنين متعودين أن أفريقيا أفريقيا أجازات هتطول عمراء سبت وحد في البلاد بعض البلاد العربية الجمعة والسبت يعني أننا نلعب نهائي ده طبعا مبرره أن رئيس الكاف هيبقى موجود في فرنسا عشان يحضر نهائي الشامبيونز ليج بين ريال مادريد وليفر بول فأنه هتلعب يوم 30 والأجندة الدولية أصلا يوم 30 وكان في مباراة لمصر يوم اثنين كان ممكن الكاف حتى لو بيحدد المعد يقول أن بعد تحديد معاد نهائي الشامبيونز ليج هو عارفين أن قيمة الأهلي يعني الكاف عارف أن قيمة الأهلي فيها لعبة دولية في مصر وتونس ومالي وموزنبيق وجنوب أفريقيا ونفس الكلام بالنسبة للوداد أكيد عنده عدد من اللعبة موجودة فكان لازم يبقى فيه ربط أن مباريات المنتخبات دي في التصفيات يتم التعامل معها بشكل معين بحيث يدي المساحة أكيد طبعا الاتحادات والنادي الأهلي مش هيترك اللعبة طبعا الأخبار وقت ما صدرت أن الاتحادات بتطلب لعبتها جمهور الأهلي كله قال يعني هنركز زي كس العالم لا طبعا ده زي ما نقول كده الكول بتاع الاتحادات ده المعاد الرسمي هم يتركوا في اللعبة لكن إمتى يروحوا ده بالتنصيق مع النادي الأهلي ولو النادي الأهلي قال اللعبة لازم تلقى معايا في الوقت ده عشان خاطر المباراة محدش كان أعتقد من يوم تلاتين ده يعني يعني كان ممكن يبعث اللعبة هيقول لهم فيفا ديتس فيفا ديتس تبتل يوم تلاتين من حق المنتخبات أنها تحصل على بيدا أصد يعني أصد النادي الأهلي ما كانش أكيد هيسيب لعبته لا لا طبعا بشكل عشان الناس كانت تتخضطوا بعض الناس بتاعت تستاط في الماء العكرة تقول لك اللعبة هيروح كمان يلعب من غير لا بس هو الموضوع مش سهل لا طبعا مش سهل مش أن أنا هقول للاتحادات يا جماعة هتقولي لعب في خرباء نالقالب ياخوت حرب وجهة نظري في كل شيء في الأربع لاعبين في المكان الملعب النهائي الدوري هكذا إحنا دلوقتي رمينا ملعب كل طلبات نادي الأهلي طلبات لائحية وعادلة وما بيطلبش حاجة زيادة عن حقه يعني هم نطلب اللي هو طبيعي اللي مفروض ما نطلبوش ويبقى متوفر متوفر لنا عموما زي ما قلنا لحضراتكم هي قرارات تاريخية وصادرة تحسن هي صادرة من جمهور النادي الأهلي وما بين جمهور النادي الأهلي لأن مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الأزمات ولجنة إدارة الأزمة أعتقد أن هم من جمهور النادي الأهلي عشان كده اختاروا أن هم ينحازوا دائما للجمهور خلونا نطلع فاصل بعد فاصل احنا نتكلم عندنا مطش بكر بالمناسبة عندنا مطش بكر عندنا مطش ومهم كمان في الدورة العام المصري أمام البنك الأهلي إيه اللي حيحصل وكيف سيلعب بيتسو موسماني من وجهة نظر محللنا محمد جمال وآيمن جلبرتو لأنه زي ما قلت لحضراتكم عندما تنظر إلى الأسماء اللي موجودة في اختيارات بيتسو موسماني هتحتار شوية هنشوف وجهة نظرهم ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائل المشاهدين آيمن أبدأ معاك النهاردة شوية أرقام وإحصائيات لهذه المباراة طبعا البنك الأهلي من الأمدال لعبة 17 مباراة في الدوري النادي الأهلي لعب 14 مباراة البنك الأهلي هجوميا سجل 20 هدف النادي الأهلي هجوميا سجل 32 هدف دفاعيا البنك الأهلي استقبل 18 هدف يعني فرق جنين بس ليه فده برضو يأكد أنهم عندهم بعض المشاكل دفاعية يمكن اختراقهم عكس ما بيصور البعض أنهم دفاع قوي جدا يعني النادي الأهلي استقبل 10 أهداف فقط بنتكلم على الشباك النظيفة عدد المباراة ثلاث مباراة شباك نظيفة للبنك الأهلي النادي الأهلي سبع مباراة البطاقات الملونة 38 للبنك الأهلي بطاقة و 26 للنادي الأهلي منهم 2 أحمر للنادي الأهلي وفي البنك الأهلي أعتقد منهم واحدة بس كارت أحمر سريعا النادي الأهلي عنده مشكلة طبعا واضحة في مباراة البنك الأهلي هي غياب الثلاث لعيبة اللي بيلعبوا في وسط الملعب بشكل أساسي رمي الربيعة طبعا لما لعب مباراة الوداة في مركز 6 قد بشكل جيد لكن هو برضو لسه راجع من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة هل ممكن يستعين بنبيل كوكا جنب رمي الربيعة ولا يعيد استخدام أفشة في هذا المركز البنك الأهلي دي المعضلة الأكبر اللي ممكن عن بيتس موسماني أعتقد بعد الغيابات دي تحديدا ممكن يبقى صعب فكرة الراحة بتاعت علي معلول صعب الراحة لمسلا اللاعب زي بيرسي تو أو أحمد عبدالقادر لأن هيبقى فيه غيابات كتيرة في الفريق فأعتقد هي أكبر أزمة عند بيتس موسماني أو المعضلة اللي هيحاول يشوف لها حل في طريقة لعبه هي كيفية تعويض غياب السلاسي حمد فتحي إليو ديونج عمرو السلاح خصوان حمد فتحي تحديدا لأنه بيلعب مركزين ممكن ساعات يلعب الليبرو المتقدم أو الليبرو جنب الاتنين مساكين أو كمان وسط ملعب مدافع سواء في طريقة 4-3-3 أو حتى في 4-2-3-1 أو مؤخرا زي ما بيلعب بيتس موسماني 4-2-2-2 طيب جيمي هنا ممكن أسألك بس قبل ما تروح لللي عايز توريهولنا يقولك هو طيب ما هو بيتس موسماني اللي حط نفسه في المعضلة دي اللي هو أنا ممكن أجيب محمد محمود ممكن أجيب محمود متولي على الرغم من أنهم محمود متولي تحديدا بعيدا عن المباريات ولكن نهاردة كانوا بر القايمة تماما بر فيه ستندر دايما لما نيجي نحكم على اشتراك لعب أو غيابه ما فيش حد أكتر من بيتس موسماني على دراية بالحالة الفنية والبدنية اللي عليها كل لعب في ظل هذا النقص الواضح والشديد في وسط الملعب بغياب اليو ديانج عمر السولية وحمد فتحي الثلاثة الأساسية الثلاثة اللاعبين دوليين هم الثلاثة الأبرز في داخل القر اللي بلعبوا فيه التلاثة بوزيشن سواء ستة وتمانيتين أو الاتنين اللاعبين بلعبوا ستة ولعب بيلعب تمانية فأنا بتكلم على الثلاثة الأبرز في القر الراجل لو عنده أي إمكانية أو حاسس بجاهزية اللاعبين سواء محمد محمود أو محمود متولي كانوا أكيد هيبقوا موجودين وهيديهم الفرصة إن هم يكونوا موجودين في مبارات البنك الأهل في ظل لهذا الغيابة النقص الواضح فالراجل أكيد بيتعامل مع هذا النقص بمين جاهز يقدر يشتغل بالشكل ده هنتكلم لو مجدنا نتكلم على التشكيل المتوقع من وجهة نظرنا ليه النادي الأهل في النهاية هنتكلم هو ممكن يلعب بمين أو ممكن يشتغل إزاي ربطا بس به قصة النقص اللي كانت الكلم ماما عليها والسؤال بتاع حركة الإسلام إنه الأزمة ليه فيه أزمة في وسط الملعب وليه وإزاي يقدر بيتسو يشتغل عليه فرقة البنك الأهلي بتلعب 4-3-3 وأحيانا 4-2-3-1 بالثلاثة محمود سيد ومحمد هلال بيلعب قدامه دايماً بيعملوا لو محمد هلال هو اللي بيقى موجود على الجناح محمود سيد بينزل يشتغل في وسط الملعب معاهم الثالث أحمد سعيد فالثلاث لعيبة بلغة الكرة لعيبة كرة لعيبة بيقدروا يعملوا الهولدينج بشكل كويس بيقدروا يقفوا على الكرة بشكل كويس لكن قدراتهم الدفاعية فيها مشاكل الثلاثة سواء محمود سيد لأنه لعيب مركز 8 في الأساس أحمد سعيد لعيب مركز 8 في الأساس محمد هلال رجل شالدو سترايكر وينجر بيتم توظيفه قدامهم يلعب ويعمل البرنتريشن وهنشوف إزاي لما نجي للحالات إزاي محمد هلال اللي هو بيعمل البرنتريشن وتجميع اللعب اللي مميز به البنك الأهلي في هذا الموسم إزاي بيقدروا يسجلوا وليه يغيروا الطريقة بأنهم بيعتمدوا على 2 سترايكرز في المباريات الأخيلة فهي جاية المعضلة واختيارات بيتسو من هنا هذا الثلاثي 3 لعيب الكرة فأنا عايز لعيبة في وسط الملعب عندهم جاهزين بدنيا رقم واحد عندهم قدرات دفاعية تسمح لهم بأنهم وأنا بلعب 4-4-2 لو ما غيرتش الطريقة أو لو رحت لل4-3-3 محتاج 2 لعيبة في وسط الملعب عندهم هذه القدرات البدنية اللي قدروا يشتغلوا على الثلاثي بتوع البنك الأهلي وقدروا أن أنا ما سيبش الكورة للبنك الأهلي لأنهم خطورة البنك الأهلي كلها في اختراقاته من العمق واتجاهه دايما لتجميع اللعب من ناحية الشمال لما يجي نشرح طريقة لعب البنك الأهلي أنا كنت هبدأ بالنادي أهلي لكن هروح لطريقة لعب البنك الأهلي وإزاي بيشتغلوا هنا لما يجي نتكلم على البنك الأهلي بصها كابتن كم لعب هنا لو نوقف هنا البنك الأهلي بيشتغل دايما من ناحية الشمال عندي الباكليفت عاصم شمال شمال يمين للنادي الأهلي تجميع لعب كلها طريقتين إما بيعمل البنك الأهلي والاختراق من ناحية الشمال واحد اتنين ثلاثة دايما ثلاثة أو أربعة بيعمل البلتريشن عشان يعمل الوان او الوان ثري من خلال الناحية الشمال هرجع تاني وقفلي هنا رجع لي البداية الحالة ايوة ماشي تاني 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 ماشي بعد بعد قرار البنك. هل تنين أنت بذلك؟ إنه أحدّه من حالتين يا كابتن إسلام. التنينية الأولى هي أن ينقوم بتجميع التجميع بشكل كafa. وسن يستطيع من خلال تمامًا أو تمامًا إلى طرف شهر أخرى يغلق الوطبخه. ويحلق الوطبخة إلى جهازها ويذهب إلى فهلا تنيني. وعيز أن ينقوم بتجميع التجميع بشكل كبéroعي. ليس يقوم بتنيني من خلال الشمال. وقف بعد قرارة بشكل كبéroعي. رجع فريم كمان كمان قبل ما اللعيب يلمس الكورة بتاع البنك والكروس لسه في الهواء كمان بس وقفين ده اللي بتالي يشتغل عليه كابتنخالة الجلال خلال الفترة اللي فاتت انه بيلعب على حاجتين العرضة القريبة والهاي بوست او العرضة البعيدة انه لما بيجمع اللعب ناحية الشمال من خلال عاصم صلاح قوس حقه يعقوبه اللي بيقدر يوصل منهم للإند لاين لو قدر يخترق من ناحية الشمال بيعمل الكروس ناصر مانسي هو اللي بيقطع دايما على القريبة هو اللعيب الموبايل المتحرك جوه السندوق ما بيطلعش برا السندوق كتير وبتالي يستخدم قسامة فيصل ناحية اللي مين بدل ما كان بيعتمد على محمد باسيوني فوقت من الأوقات لا بتالي يعتمد على قسامة فيصل انه يخش على العرضة البعيدة دايما ويخش يكمل كملي الكورة تاني اهي هنا فرغ المساحة ناحية الشمال ابتالي اللعيب يتحرك عشان روح ويعمل الكروس وقف هنا وقف هنا لعيب على نقطة البنالتي ناصر مانسي بيتحرك عشان يقطع ياخدوا من على القريبة واللعيب اللي جاي من وراء اللي هنشوفه مبارك بكرة يكون قسامة فيصل هو اللي بيعمل الاختراق العكسي من ناحية اليمين لانه هو في الأساس قسامة فيصل هو معارض نادي إلزة مالك في الأساس هو مهاجم فقسامة فيصل بيجي من ناحية اليمين دايما عشان يبقى متحرر شوية من الرقابة الراس الحربة التانية الراس الحربة التانية فهو بيعتمد على اتنين لما بيبتروا يشتغلوا في الحالة الدفاعية بينزل قسامة فيصل بيجمع تحته على وسط الملعب لكن في الحالة الهجومية لما بيوصل لعيب لتجميع اللعبة من ناحية الشمال بيروح بيقطع ناصر منسي على القريبة وبيروح قسامة ودي واحدة من طبعا القراس بروح مزبوط ليه ليه القراس عالمي رجع لي الكرة تاني من من بدايتها هليش تعبتكم في الحالة دي كتير لان هو كل حالات البنك الاهلي في الاختراك ليه وقف لي هنا ثواني بص الاسبايس قديها كابتل عشان كده الكراس مزبوط عشان كده الكراس مزبوط هو رايحوا مع الاريحات لو تفتكر الهدف بتاع المباراة الدور التاني الموسم الماضي اللي هو كان تعادل في وقت قاتل لكريم بامبو كان نفس الفكرة من ناحية الشمال بتاعتهم اللي كانت نادي الاهلي ما كانش فيه اي ضغط ولاعب وقتها العرضية وكريم بامبو طلع براحته خالص حط الكرة بدماغه فهنا النادي الاهلي لازم ياخد باله في الحتة بتاعت الوقفات لان اغلب الحالات اللي مع جيمي اللي هي بتخص مباراة الدور الاول للبنك الاهلي هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي بالطريقة دي على طول الكرسات على طول الاختراكات من ناحية الشمال عشان يستغل ان النادي الاهلي دايما بيبقى متقدم عشان يرجع لفكرة الهجمة المرتدة اللي هم بيعملوا واقع السريعة فالنادي الاهلي عبال ما يرجع بيبقى فيه زي نقول كالا المدفعين عبال ما بيرجعوا يبتدوا يركزوا ان هم يتمركزوا بتبقى مش واخدين بالهم فهم بيستغلوا دي كويس مباراة الدور الاول الحمد لله الامور عدت لنادي الاهلي كسب فانا اتمنى ان الدور التاني نخلي بالنا دفاعية من الحتة دي تحديدا هنبتري بقى نروح لنادي الاهلي ودي فيها شوية شبه من طريقة لعب البنكة مع اختلاف الكواليتي واختلاف طريقة التنفيذ مشيلي اللعبة دي وانا لازم نروح لنادي الاهلي يعني طبعا لازم نروح لنادي الاهلي يعني كده في اللطيف يا حتى هذا هو مباراة الدور الأول. فعندما نجي نبص على العلين، شبيهة جدا بالطريقة البنك الأهلي. لكن النادي الأهلي يعمل أكثر على الهدفات. نادي الأهلي يعمل على التركيز من عمق طريقة 4-4-2 اللي يستخدمها في الفترة الأخيرة. وده اللي البنك الأهلي مميز فيه جدا أنه عنده دائما 2 على الان. عنده باك وجناح وباك وجناح. دائما بيقفر لك الخطوط. فانت ازاي قدرت تعمل البنتريشن ان انت بتفضي في طريقتين وقفل هنا عند اللعبة دي بعدين نكمل كلامنا بس وقفل هنا وقفل هنا فالنادي الاهلي بيشتغل على نقطتين النقطة الاولانية انه يعمل البنتريشن من ناحية الشمال ناحية نوازة جدا اللي فيها علي معلول ودايما نحمل عبدالقادر موجود فيها فاربعة اربعة اتنين والسويتشات اللي كانت بتتعمل ما بين بيرسي تو وطهر خلال الفترة اللي فاتة عشان ما نستطرتش النادي الاهلي بيشتغل ازاي حل من ضمن الحلول المهمة جدا 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 للنادي الاهلي بكرة مش هنتكلم بقى على طريقة لعبة لكن هنكلم على حل من ضمن الحلول التزديدات منيجي نشوف مبراطة الشوت الاول الدور الاول خلينا نمشي نمشي هم اربع اربع تزديدات دي الاولانية ليه محمد مجدي افشا وكان عليها الفلو بعديها من حمد فاتحي دي اول تزديدة التزديدة التانية اللي بعدها على طول اللي جي منها الهدف باص اسست 27 يارضا بشوت عمر السلية من المواجهة ودي كانت من ضمن تعليمات بيتسو في الدور الاول لانه الدفاع المتكتل بتاع البنج كان الطريقة بتاعتهم مختلفة عن الطريقة الحالية فكان من ضمن الحلول هو وانا اعمل فلو دايما محمد شريف كان نازل في المطش ده بديل بدل لمحمد هاني وقبل اصابة اكرم طبعا ربنا يشوي ويرجع بالسلامة واتبدل ورجع اكرم في البكريت ونزل محمد شريف كان مهاجم تاني مع بيرسي تاو وهي دي لما عمل الفلو يشوف بقى اخر حمدي فتحي كان شايت كورتين اه طبعا اتفضل اه اه يعني حمدي فتحي هنا كان شايت برضو كورتين اللي هو تزديدات من الخارج كان ممكن يعززوا النتيجة في الوقت ده واحدة في العرضة واحدة الحارسة عمل معها فزي ما جيمي كده بيقول التزديدات من الخارج للفرق اللي بتلعبنا تكتلات دي لازم حل ليه لان زي ما انت شايف بص الدفاعات بتاعتهم كلها جواد 18 فعشان خاطر نكسر الحتة دي تا بتشوت بتشوت عندك فرصة ان هي ترد من الجون عندك فرصة ان هي تخش بشكل مباشر تاخد راكلة ركنية تبقى فرصة هدف فلازم حل التزديدات من الخارج ده يكون متوفر طبعا ما فيش عمر السوداء فيش حمدي فتحي ولكن علي معلول يقدر يعملها بطريقة معينة افشل اولاعب عبدالقادر بيرسي تاو كل دول لازم المهارة دي يستخدموها بشكل كبير في المباراة من وجهة نظركم في التشكيل بكرة من وجهة نظركم يعني خلينا نرجع تاني للبورد وانا عمل ما نرجع للسكرين تاني التشكيل النادي الاهلي زي ما قلنا في البداية خالص تكلمنا على انه في غيابات فانت في عندك بعض التغييرات الاضطرارية نعم في بعض اللعيبة رجلية في الملعب اللي انت مش هتبقى متأزم هما بيشتركوا زي ايمان اشرف ايمان اشرف على سبيل المثال في ظل غياب ياسر ابراهيم هو البديل هو كل وجهة الدماغ دايما بنتكلم في وسط الملعب طبعا فوجود محمد عبد الملعب عودته من الاصابة اشترك في مباراة ستيف مباراة العودة الى جواره هيكون ايمان اشرف في الناحية اليسرى يكون موجود علي معلول محمد هاني في الناحية هنا ممكن اسألك سؤال برضو يعني هلأ انا لو مدير فني وشايف انه ما عنديش اليو ديانج ومعنديش حمدي فتحي ومعنديش عمر السلية طب ما انا بالمر ما عنديش علي معلول ريح علي معلول ما عنديش محمد هاني ريحه واعتمد بما ان بقى المجموعة المدافعين اللي عندي كلهم رجلهم في الملعب يعني محمود وحيد لو لعب رجليه في الملعب ناحية التانية لو كريم فؤاد لعب رجليه في الملعب فامس دي طرح لكن اعتقد انه مش هلجأ له بكرة هو هلجأ له في المباراة قداما لما يرجع له لعيب زي عمر السلية علشان برضو الخرارة هلأ يبقى محتاج انه يلعب صحيح طبعا لانه يبقى محتاج المباراة اللي جاي عمر السلية تحديدا او اي لعيب راجع من الاصابة هلأ يبقى محتاج انه يلعب فانا اقدر اعمل ده اعمل تبديل انا عندي اربع خمس غيابات اكبارية فانا في المباراة اللي تليها اقدر ان انا اعمل ده بعد مباراة البنك الاهلي ولا يحلى انا واحد من ضمن اللعيب اللي انا محتاج اشوفهم بياخدوا راحات قبل فاينل افريقيا وعلي معلول واحد من ضمن اللعيب 100% معاك طبعا عمد هاني كمان عمل مباريات قوية جدا قوية جدا وكل الشغل من ناحية هناك وكريم فؤاد من اللعيب الجايدين جدا وانه ولا ما بيلعب او ده اللي انا بقوله بقا نانا عندي كريم بجليف الملعب محمود وحيد رجليف الملعب ما يلا يعني انا مع رأي حضرك انا مع رأي حرك ان اللعيبة تاخد بس مش هطلع سبع تمانية لعيبة ما طلعش سبع تمانية لعيبة من التشكيل واعتمد بس نانا عندي الشناوي قدامه تنين سنتر باكس بيلعبه وغير بقية الفرقة ظنه يبقى صعب العدد زيادة قوي لانه مجبر على انه غير نص فرقه جمهور الاهلي بعد ما شفاق الصيفه بعض الاربع وهو بيحايل لعيبة كم يلوم الدورة اهلي فبرضه في المخيلة طبعا ان هو هيحاول ما يفقدش نقاط يعني طبعا مباراة صعبة وغيابات فهيحاول ان هو ما يفقدش قوي نقاط في التلات مباراة اللي جايين مهمين جدا مع ان يستغل برضو لازم يستغل ان نادي زمالك تعصر في المباراتين نادي بيرامدز تعادل في المباراة فكل دي فرصا النادي الاهلي يشيل من عليه حتة المؤجلات والنقاط خصوصا بعد ترتيب ماتشاط الدور اللي حتى بنشوفه فيه مباراة كده متشالة حابب بس قبل ما نكمل بقية التشكيل اقول نقطة في الحتة دي انه انا عارف كويس جدا انه جماهير النادي الاهلي لا تكتفي من المكسب جماهير النادي الاهلي لا تكتفي بطولة افريقيا وتطالب بالدوري في كل وقت حتى بعد التأهل فينال افريقيا وان شاء الله بعد التتويج سيطالب جماهير النادي الاهلي بالدوري لكن اتمنى انه ما يبقاش فيه مزيد من الضغوط الضغوط كافية بما فيه الكفاية الملعب والمباراة والجماهير والاصابات اظن ان هي ضغوط بما فيه الكفاية على اللاعبين لا قدر الله هو ما لقى اتمنى وان شاء الله لن يحدث انه لو فيه بأي شكل من الاشكال فقد نقاط خلال المباراة القادمة وخفف ضغوط على اللاعبين وعلى المدير الفني تحديدا لحد فاين الافريقيا وبعا كده لكل مقام نكمل التشكيل علشان الوقت اكيد الخناء بقى في وسط الملعب والافتراضات الكتير يمكن اظهر بيتسو موسماني افكاره انه هيعمل ايه في المباراة القادمة باشراكه لرام ربيعة في وسط الملعب في مباراة السطيف وظهر بشكل بدنيا هو لائق جدا انه هو يكون موجود يبدأ مباراة بكرة في مركز ستة وليس في قلب الدفاع اشتغل في مركز ستة كمان يبع عندي مشكلة لو انا اعتمدت على اتنين لعيبة بطباعة دفاعية في وسط الملعب يبع عندي مشكلة في التدرج او الخروج بالكرة فوجود رامي ربيعة قد يلجأ بيتسو موسماني لحل من اتنين اما انه يعتمد على محمد مجدي افشا كلاعيب مركز تمانية ويعتمد على رامي ربيعة كلاعيب مركز ستة ويفرغ رامي ربيعة للواجبات الدفاعية او انه اكيد عنده في الباكراوند احمد نبيل كوكا هل يشتغل معاهم تالت وسط الملعب ولا يكون بديل واحد من الاتنين ده اللي هيكون عليه الاختلاف نهاية في الجزء الامامي اعتقد انه الراجل ممكن يريح بيرسيتاو بكرة لانه بتم اجهاده بشكل كبير جدا في المبارات اللي فاتت وانا سعيد بالحالة اللي عليها بيرسيتاو الحالة النفسية قبل ما تكون الحالة الفنية في الملعب واعتقد طهر محمد طهر يكون موجود حسين الشحاته يكون موجود ومهم جدا 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 لعيبها بروزه كده قبل ما اقفل التشكيل اتمنى وجود محمد شريف خط دفاع البنك والعودة للحالة الدفاعية والتمركز في الاماكن السليمة بتاعتهم عندهم بطء شديد سواء لما بيشتغل بحمد ياسين او محمد دبش او ايا كان مين اللي هيشتغل هما الاثنين الاساسيين او لو في حد منهم مش موجود بكرة الاثنين دول عندهم مشكلة مدافعين جايدين وميزين جدا في الاريال ذكرات الهوائية لكن عندهم بطء شديد فوجود محمد شريف والتحركات الذكية جدا من محمد شريف فاتمنى انه لو بيرسيتو مش موجود اتمنى محمد شريف هو اللي يكون موجود يعني سريعا الشناوي ايمن اشرف محمد عبد المنعم محمد هاني وعلي معلول في وسط الملعب يعني احنا مضطرين يعني او ممكن يبقى محمود وحيد بس يعني ما يبقاش محمود وحيد ده كريم فؤاد يعني واحد فيه يعني كريم فؤاد عشان الدنيا برضو تبقى واحدة واحدة وهما اللعبة نفسها تبقاش عليها ضغوط وهما بيلعبوا في وسط الملعب لا بديل اعتقد عن رامي ربيعة اللي هو اللعب اعتقد الافضل ان يلعب نبيل كوكا هو اللي مركز ثمانية في البداية والجانب الهجومي ممكن نلعب لو هنلعب اربعة اربعة اتنين يبقى فيه احمد عبدالقادر حسين الشحات انا يمكن اخذ من كلام جيمي سريعا كده على حتة مدافعين من البنك الاهلي ممكن نجرب لو مفيش مجدي افشا نجرب صنائية تاو محمد شريف اللي هي عاملة شغل حلو ممكن لو ابتدوا مع بعض من اول المباراة يحلوا الموضوع بتاع المدافعين لو مش هنلعب بالاتنين يبقى اعتقد موجود محمد مجدي افشا مهم وامامه يا بيرسي تاو يا محمد شريف عشان حتى نستغل مهارة التزديد اللي عند افشا وكمان التمرات عشان المباراة التكتلات الدفاعية اللي بعملها البنك الاهلي محتاجة حلول كتير واحنا حاليا حمد فاتحي عمرو السلامش موجودين ودول عندهم الناس الاكتر الناس عندها الحلول بتاعت التزديد من خارج وكاره الطولية فاعتقد افشا ممكن يبقى ليه دور لو هنلعب بمهاجم واحد بس مش اتنين زي الطرق في المباراة الاخيرة شرفتونا ونورتونا واستمتعنا بيكم النهاردة واستمتعنا بقراءكم وربنا يكرم النادي بكرة في مباراة والهم جدا شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا قبل بس ما سيب حضراتكم سريعا جدا حقرى لحضراتكم بيان النادي الاهلي ست مطالب عاجلة للاهلي من كاف اجتماع لجنة الازمة برئاسة كابتن محمود الخطيب قررت لجنة ادارة الازمة برئاسة كابتن خطيب عقب اجتماعها اليوم مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب بعد ان علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدور الابطال عبر الحسابات الرسمية للكاف على الرغم من عدم تلقي النادي اي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الان جاءت طلبات النادي من الاتحاد الافريقي على النحو التالي رقم واحد المطالبة بتحديد المعايير الخاصة باقامة المباراة النهائية لدور الابطال منها تحديد ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة تخصيص نسبة 50 في المياه من هذه الساعة لجماهير النادي الاهلي وذلك لارساء العدالة بين طرفين اللقاء وان النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المأسورة الرئيسية المخصصة للأهلي ولجماهيره وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل كاف بشكل عجل رقم اثنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي نصف ساعة الاستاد على جماهيره فقط وأن يقوم كاف بتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك رقم ثلاثة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة وتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب رقم أربع المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة كذلك الأغذف الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة في خلال 72 ساعة على الأكثر المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة وأن لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات كاف المختلفة رقم ستة المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لسيما أن الفائز في هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندهي إذن هذه القرارات زي ما قلت لحرارتكم هي قرارات بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمة تم اتخاذ قرار بتكوينها بعد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة عموما شكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذه القرارات التي تقف بجانب مصلحة النادي الأهلي كالعادة ومصلحة جمهوره وحماية جمهور النادي الأهلي منذ لحظة صعوده إلى الطائرة وحتى رجوعه إلى أرض الوطن مرة أخرى أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله تقع لحضراتكم على خير خلال الفترة القادمة بشكركم واشوف حضراتكم على خير